موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طلابة حبايب طلاب سنة ثالثة دفعة الفين خمسة وعشرين وبرضو أول سنوي أو تانية سنوي لو هتستفيد من الجرامر اللي هنشرحه هنبدأ النهاردة بداية الكورس ايه الكورس هنبدأ بيه بقى جزء الجرامر هنا بنات وشباب بيتكلم عن بيتكلم عن يعني مفهوم أجزاء الكلام يعني ايه اجزاء الكلام طب يا مستر يعني عشان اتكون جملة لازم انا بعارف بداية الجملة ايه هبدأ بنادر ايه نوع الاسم دوت ايجيبت نوع الاسم ده ايه ابريل مارش كل دي اسماء فينا ايه ناونز في حاجة اسماء برو ناونز في برو بزيشن مزحروف الجر في الادجيكتب في الادفر بلو الزرف هنتكلم على ده بالتفصيل النهاردة هكلمكم عن ناونز والبرو ناونز تمام؟ وبرضو هيبقى فيه جزء للفكاب في فيديو تاني نتفرج على الفكاب بتاعت سنة اولى سنة ويوتانية سنة ونبدأ فيها بالتفصيل برضو هنحل عليه جزء الجرامر زي ما انت شايف طبعا نسمي الله لان البدايات الصح بتقدل نهايات صحيحة اكتب كل كلمة الميستر بيقولها اللي هيتشرح ده في معنهاكك يا تالتة سنوي موجود 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 في يونت ناين ايه اللي هي فيها الاسماء وانواحها كلها وايه الفرق بالcountable noun والنcountable noun الاسم اللي يتعد والاسم اللي ما يتعدش ونشرح فقا بالتفصيل كلامنا النهار ده هيبقى عن النونز الاسماء الاسماء بقى ان اعملها لك بشكل جميل هو ايه انواع الاسماء دي في حاجة اسمها proper noun في حاجة اسمها common noun في حاجة اسمها concrete noun في abstract noun في collective noun بتقولها مسا مش فاهم حاجة. مسا نحن عاولنا لسه حاجة. هنبدأ هو بقى. يبقى حتى عايزك بالورا والقلم ترسم الشكل. تعرف انواع الاسماء ايه. ايه بالظبط. تحب اللغة كده وتبدع فيها بإذن الله. تعال بقى شوف تعبية ايه. ده ايه بقى تعريف النوم. بقول لك اناوم is a word. عبارة عن كلمة. or a group of words. او قد يكون مجموعة كلمات. for a person. شخص بليه اسمه كان. think. شيء ما. بيضية فكرة معانة. الاخ الاخ. اي حاجة اسمها types of nouns. انواع الاسماء زي ما قلنا. في حاجة اسمها common noun. ايه بقى ال common noun ده. اسم عام. يعني اسم عام. اسم عام لا يسمي شخص محدد. ما بحددش بحد. في عمومية. حاجة عامة. ما بحددش بها حد. او فكرة بعينها. ولكن يسمي كل ما يندرك تحته. يعني كل حاجة بتندرك تحت هذا الاسم. يعني كلمة boy. هل انا حددت الولد ده اسمه ايه? ما حددتش بقول boy. ولد country بلد. month. شهر. day. يوم. حددتلك اليوم ده? لا. خلاص. يبقى ده اسمه ايه بقى? common noun. city. مدينة. religion. ديانة. ما حددتش شان هي ديانة. man. woman. عزيني تعرف عن ايه ما? يعني ايه woman. proper noun. الاسم التاني بقى? اسم العلم. دخلنا في العربة بقولك اسم علم. مش اسم علم يا. اسم علم. وهو اسم يشير. لاسم شخص. بحد ده بقى خلي بال. او مكان. او منظمة. او شهر. او يوم. ودايما بنفتكر ان الاسم العلم ده دايما يبدأ بحرف capital. عشان عندنا سؤال السنة دي في سنة تالتة. اسمه سؤال writing. يعني يجيب لك جملة كاملة. يقول لك الخطأ فيها بس. يطلح حرف مثلا زي نادر اسمي نادر. مثلا انت مش بادئ بيبحرف capital. تخيل. فده حاجات مهمة. مش grammar بس. لأ ده grammar. translation. وغير كده كمان. ها سؤال writing. فده اسمي بيحدد بقى. احمد. ايجيبت. ايبريل. صندي. كايرو. ايفل. توا. بورج ايفل. زي ما انت شايف حروف capital. النوع التالت اسمه abstract noun. الاسم المجرد. الاسم المجرد اللي هو الاسم الغير ملموس ومحسوس في الواقع. انت مش مسكه بايدك. حاجة معنوية فيها حاجات معنوية. لكن في حاجة ملموس اسمها concrete. ده jacket اهو. ده jacket. وده nose. وده ears. وده انا اهو. ده انت السنة دي هبص هتسمع كلام. يعني الراجل اللي بيصار بيضحك اهو. هتسمع كلام كتير. وهتكتب كتير. وهتمسك ورق. وحاجات كده مادية في ايدك. ده الحاجات المادية الملموسة بقى. ده. دي ووتش ساعة. hand nose ears eyes. فدي حاجات ايه? ملموسة. لكن الاسم الابستراكت اللي انت مش مسكه بايدك. يعني مفيش حد يمسك الحسد. في كلمة اسمها envy. اكتب اول كلمة كده واستعن بالله. اسمها envy. يحسد. او الحسد. envias. حسود او حكود. الفكاب. الفكاب. كل كلمة هتكتبها لها كنت. وده اسم المجرد. يشير الاشياء التي لا يمكن لمسها. كالافكار والمفاهيم والمشاعر. ودي دايما هنعرف انها دايما اسماء لا تعد وتاخد فعل مفرد. happiness. السعادة. beauty. الجمال. love. الحب. creativity. القدرة على الابداع. democracy. الديمقراطية. concrete noun بقى الاسم المحسوس والملموس. زي ما انا قلت لك كده ولما استيلك وداني اوه. تمام؟ ولما استيلك الان فهو. my nose. my ears. وداني. my face. حاجة ملموسة. table. apple. rabbit. ارنب. ear. ودني طبعا. collective noun الاسم الجماعي. الاسم الجماعي ده دفعة الفين خمسة وعشرية. دايما بيشير لمجموعة. زي ايجيبشن ارمي. الجيش المصري. افراده بس هوما بوحدة واحدة. family. زمالك تين. الاهلي تين. ماشي من اتخانيش من اول السنة على الاهلي والزمال. ماشي. فريق. مجموعة. family. team. group. class. committee. لجنة. وده طبعا مجموعة من الاشخاص. حيوانات. طيور. الاشياء. compound. نقول الاسم المركب. الاسم المركب ده عم تركب من كلمتين. ماشي. وممكن يزيدوا عن كلمتين كمان. بس هو بيعامل عنه كلمة واحدة. يعني pass وفي stop بجنبيهم. مزجناهم يا شباب يا بنات. وكوّلنا جمنا كلمة واحدة اسمها pass stop. ما تقول لش توبيس يقف بقى وترجمة الحمرية دي مش ناقص. pass stop محطة لتوبيس. passerby عبر سبيل. ودي حاجة نقودها في علامات الترقيم اسمها hyphen. مستر بتاع دي مهمة بشديدة الأهم. وهندرس. passerby عبر سبيل. او الشخص اللي مرر في الشارع بيسألك على حاجة. mother in law. mother. mother in law. mother in law دي كلمة تانية خالص. اللي هي حماتك. يعني دي والدة الزوج او والدة الزوج. في father in law. والد الزوج او والد الزوج. فانا بص كل التالت كلمة دول كوّنوا كلمة واحدة. فده اسمه اسمه مركب. compound now. black board. black. board. black board. في white board. دي كلمة واحد. black board. support black board. الأسماء بقى بتقسم بشكلين اتنين. شكل countable و uncountable. خلي بالك المواقع ده اسمه بريفكس. بدي العكس. countable جاء من count يعد. countable تتكونت كلمة تانية هي بقى اسمها معدود. فبقيت adjective. يعني countable ده شيء معدود. الاسم اللي يتعد الاسم اللي له مفرد وله جمع. a boy. boys. a man. woman. a girl. girls. a goal. two goals. three goals. فهنا انا بحط عليه علامات ال ايه. الجامعة عادي. وبيجي بقى قبل ايه وقان ادوات الناكرة. لان دول بيجوا قبل الاسم اللي يعد. تمام. انه ممكن نجمعه. وطبعا عند كلمة table. او لا table. an apple. a rabbit. تمام. ear. الودن. طبعا الاسماء ديت. قابلة انها تجمع. ears. اهي حطيت لقس. rabbits. apples. tables. اس الجامعة عادي. في اسماء بقى لا تعد وغير قابلة انها تجمع باضافة اسم. دايما الاسماء ديت بتشير لحاجات كتيرة بقى. منها اسماء foods. drinks. sugar. coffee. كده الحاجات دي. rice. milk. الكلام ده كله هنأخذه بالتفصيل دلوقتي. خلي بالكوا باكد تاني ان ده موجود في منهجك في ثلثة سنوية وسنة اولى سنة وتانية سنة وبتاخدوهم برضو او خطوهم في اعداد كمان. الجرامر وزي ما انت شاف واحد اهو. الاسماء التي لا تعد لتصبك بقى وقان وتشمل الاتي. ودي اسماء غير قابلة انها تعد. تمام. عندي كلمة ايه بقى الاسماء. foods and drinks. عندي ميت. لحمة. rice. coffee. flow. دي. cheese. الجبنة. macaroni. milk. bread. الخبز. butter. الزبدة. sugar. السكر. مسار. عيش ايه اللي ما يتعدش. انا واكل ست الرغفة على الفطار. ماشي. ست الرغفة. بس ما قلتش ست عيش. ست ارغفة. في حاجة انا اخدها دلوقتي اسمها ادوات التجزئة. فالاسماء كلمة زي. bread. احنا اتفقنا وكتبينا هوت انها uncountable noun. يعني ايه المفهول لانها كuncontable noun. اسم لا يعد. انا ما لفعش دي. ده المقصود. لكن انا ممكن اعدها واجيب حاجة اسمها ادات تجزئة. يعني يا مصر ادات تجزئة. بدل ما قلت bread. هقول a love of bread. رغف عيش. a love of bread. وفي هذه الحالة اصبحت اسمها. هاجمحة بقى قلتو. loves of bread. three loves of bread. فانا هنا بدأت ايه? اجمحها. لكن الكلمة دي زي ما انت شايف ايه? ما ينفعش اضف لها اسم. تعتبر من الاسماء التي ايه? لا تعد. وهنيجي لها دلوقتي دلوقتي التجزئة انا اكد عليها. بعد كده في اسماء السوائل مسلا زي oil. الزيت او البترول. water. المياه. ليمونيد. عصير الليمون. سوب. الشربة. عندك بترول. البنزين. جوس. العصير. صوب. ده الصابون. اللي بقى لك الفرق بين سوب وصوب. دي اسماء لا تعد. عندنا كلمة وود الخشب. جولد الذهب. دي كلها اسماء لا تعد. جلس الزجاج. عندك الحديد. الفضة. الخرصانة. ودي اسماء مهمة هتفيدك في الترجمة. وفي القطع كمان. يعني مش يا مش قصة بس. ادفايس النصيحة. مصر ازاي النصيحة لا تعد. ايوة يا ابن النصيحة اسم لا يعد. ما تجيش برضو الخطأ الشائع اللي انتو بتعملوه تقولوا اان ادفايس. لا. كلمة ادفايس ما تاخدش اان. لان انا كده هكرر لانها تجمع. عايزين نجمعها هنقول دلوقتي انا ممكن اقول ابيس وطلاب سنة تالتة. دلوقتي انتو بقيتو في تالتة. طلاب سنة تانية اللي كانوا معناها السنة فات في سنة تانية. هتلاقينا ايه لك الكلام ده على فكرة. بالكده احنا بنرجعه. ابيس او ادفايس. تو بيس او ادفايس. ثري بيس او ادفايس. لكن ما ديفش لائس. فريضة من الحرية. وورك العمل. الامانة. الامانة في ته هناك. الخبرة. لق الحظ. الشجاعة. المعرفة. دي كلها اسماء. خلي بالك اسماء لا تعد. الواجب. هو بالامل. برايد الفخرة او الكبرياء. بريفري. الشجاعة. انفورميشن معلومات. وهناك خطأ شائع. كلكم بتغلطوا فيه ان انتو تضيفوا الانفورميشن اس. كلمة انفورميشن لا يضاف لها اس. بيوتي الجمال. بتي الحصرة والندم. طوليرانس. التسامح. خلي بالك برضو ضيف المعلومة دي ان عكس طوليرانس. انتوليرانس. والصفة منها طوليرانت. متسامح. اكتب الكلمات دي الله يكرمك. فورجيفنس التسامح برضو. كونسيت الغرور. وخدي كمان لو ضفنا لها ايدي كونسيت دي يعني مغرور. لوف الحب. بروجرس التقدم. خدي من نهدية انها تأخذ الفعل ميك. ميك بروجرس يعني يحرز تقدما. ديموكراسي. ديموكراسي. جاستيس العدالة. ريسيرش. وعادة البحث العلمي. ريسيرش. في كلمات اخرى برضو توضف للاسماء التي لا تعد ترافيك. ودي كما مهمة جدا. اللي هو المرور. وفي كلمة برضو ترافيك. جان. الازدحام المروري. مش مربة مرور. كلمات الفكاب. الكتريسيتي. الكهرباء. السكن او الاقامة. لتر نفاية او زبالة يعني. كلمة دي مهمة وموضع امتحان كتير. كلمة دي مهمة وموضع امتحان كتير. الأفاس. العفش يعني. كراسي والحاجات دي. ترافيل السفر. رابش. النفايات. هام. الضرر او الازى. هام. باجج و لاجج. الكلمتين دول معناهم حقائب السفر. لاجج و باجج. ازاي مستر حقائب السفر اسم لا يعد. هما الانجليز متعارفين على كده. لكل لغة اختلافات. لاجج و باجج. حقائب سفر. الانجليز بيتعاملوا معها انها اسم لا يعد. والاسم اللازل لا يعد يعمل معاملة المفرد. يعني ماقولك اللاجج بتاعتي في المطار از. ماقولش ار. لانها هي كده اسم لا يعد. ميوزيك. اكويب منت معدات. مض الوحلة او الطين. عندك بيهيفير. السلوك. لافتا. الضحك. اللي جاء منها كلمة او هي جاء من كلمة لاف. يضحك ويقهك. خلي بالك لافات ما عادش يضحك ويقهك. هدي معناها يصخر من. اقولك ديو لافات مي? تصخر مين انا يا اد? ديو لافات مي? اللي هي بتسوي بقى ميك فان اوذ. يصخر من برضو. اكتب النوتس دي. هعندك الصحة. مجوهرات نيوز الاخبار. خلي بالك رغم انتها باس لانها اسم لا يعد التوظيف. وعكسها البطالة. الملبس. تعالي راح فين? بتهربي من اول السنة. ما فيش هروق. الالات. الغضب. طبعا اتعرف ان منها الصفة انجري. الشعر. وده اسم لا يعد. تعال يا صديقي. الاسماء دي كلها تعتبر اسماء سنجلر مفردة. وتعامل معاملة المفرد. ازا ما قلتش ار. رغم ان معلومات 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 معلومات. ما تخدعش في العربي والانجليش. هزي الكلمة اسم لا يعد ولا يضاف لها اس وتعامل معاملة المفرد. مريح. كل الاخبار مش حلوة النهاردة. كل الاخبار مش حلوة النهاردة. كل الاخبار مريح. وقال لي بعض الاخبار. خلي بالك مش علامات المفرد. اس بس فيه ووز. في فعل اخر اس في البرزن سامبل الفعل لو فعل مفرد منضيف اس. في هاز لو المضارع التام. نادر هاز اتن. لعمل انها نادر انه مفرد. هاز ما بقولش هاب. يبقى فيه علامات للايه. للافراد والجامع مختلفة. bad news. الاخبار السيئة الانجليزي قولك الجملة دي. bad news. travels fast. بتنتقل بسرعة او بتسافر بسرعة. خلي بالكو علامات الافراد ايه يا مستر. علامة المفرد. وفيه علامات للجامع. علامة المفرد ان انا اقول اس. وممكن ووز. وممكن هاز. حسب زمن الجملة. يقابلها الناحية التانية مع الجامع ا. و. و. ه. ممكن فعل داخل ايه. اخر اس. ممكن فعل بقى بدون اس. ده علامة جامع. the boys. الاولاد. run. لكن a boy runs to school. بروح رجري المدرسة او walks to school. يبقى انا هنا. ضفت اس عشان فعل مفرد. مفيش اس يبقى لفعل جامع. لما بجأ انفي فعل مفرد مثلا زي نادر. اقول doesn't. تب they. مش اقول زي doesn't اقول they ايه. they don't. فدي علامة للمفرد. ودي علامة الايه. الجامع. في اسماء دايما تعامل معاملة الجامع بقى. واتبدأ تتلقبط من هذه الاسماء فلازم تكتبها كتير. close الملابس بتاعتنا. هذه اسماء جامع دايما. good's البضاع. people. الناس. reaches السروات. kel. الماشية. outskirtis. دواحي المدن. الدواحي اللي هي من الطرفة اللي هي في المدن. steers السلالم. بوليس الشرطة. earnings. 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 اللي هي الارباح. greens. الخضروات. كلمة surroundings. البيئة المحيطة بالانسان. دي تعتبر اسم جامع زي ما قلت لك. في عمدينه. the police are always ready to help you. the clothes I bought yesterday. الملابس اللي اشتريتها مبارح. were very cheap. كترخيصة. ما قلتش هنا. is ولا was. دي كلها اسماء تعامل عنها معاملة الجامع. في اسماء دائما جامع برضو. اسماء دائما جامع. زي كلمة الجامع. دي بقى اسماء بيسموها البيئر ناونز. الاسماء التي تشير لمجموعة من الاي من حكتين. بير ناونز. بير ناونز. البيئر ناونز. زي جلاسي زي النظارات. زي الجينز. زي بيجامز. سيزرز. تراوزرز. شورتز. سكيلز. الميزان. باينوكولرز. باينوكولرز. زي المنظر اللي كنا زمان نلعب بيه احنا اطفال كده. نظرتي فين يعني. قالت لي نظرتي كده. دي اسماء تعتبر بير ناونز. ودي اسماء جامع. الاسماء البيئر ناونز. هي جامع لما اقول ان اتضارة بتكون من حكتين اهي. يبقى دي بير. يسموها بير ناونز. ف slick اقول ما اغلاسيز. اصدقاء هالدها يا ايه. هتبقى. لانها تعتبر اسماء ايه جامع? بقى البير ناونز هي اسماء مكونة من حكتين. الجينز. بانطولون الجينز. بيجامز البانطولون. المبارد Bruns. يmost. الشرط. الشرط؟ في سوكس. الشرابات. خلى بالك الاسماء دي جامعة. cooler says. خد هالمخسلة لو سمحت. بس خلي بالك الاسماء دي. هنقولي الكلام ده بالتفصيل ما نخش في مهنك تالتة. لما قول مش هتبقى هتبقى هتعامل معاملة المفرد في هذه الحالة. انا هنا هبدأ اجمحها هو. يبقى قول هزي اسماء بيسموها الاسماء التي تشير لحالة حاجتين. زي ما انت شايف همت حاجتين. في حاجة واحدة. فده اسم يعتبر جمع مكون من حاجتين. الشراب مكون من فردتين. الحزاء مكون من فردتين. اللي جاي دي بقى اسماء تبدو انها تجمع وجمع. ولكنها مفردة. يعني اسماء تباني انها جمع. دي اسماء تحسها كده جمع. فتخدعش فيها زي ابتدائي زماء. تروح بسازاجة. الله فيزيكس يا اخي رغيس. الله او المختار ار. انت عبيدته. فيزيكس. احثليكس. العاب القوة. كاردس الكوتشينا. ميسلز مرض الحزب. ماثماريكس. جيمانيستيكس الجنبازة او العاب اللي هي عضية اللي بتلعبها في الجيم. دومينوز. الدومنا. لعبة الدومنا. نيوز. الاخبار. بوليتكس. السياسة. كلاسيكس. الكلاسيكيات اللي هي دراسة الادب القديم. بلياردس. البلياردو. ديابيتيز. مرض السكر. هنا دي اسماء منتهية باس. ظاهرها انها جامع. ولكنها مفردة. هتقول يا مستر يام ثبت العقل في الدماغ. ما هو المانات العمري بقول جامع. كار كارز. كار مفرد وكارز جامع. ايه اللي جابني للحوار السنوية عامة ده. الوضع مختلف هذي. اسماء ظاهرها انها جامع. ولكنها تعامل معاملة الايه المفرد. هل تعتقد الفيزياء صعبة؟. اهو تعتبر اسماء ايه مفردة. الكميات والمبالغ تبدو جامع ايضا ولكنها تأخذ افعال مفرد. الكميات والمبالغ والسوائل والفترة الزمنية. يعني 10 تلاف جنيه. 50 لتر بنزين. 30 كيلو متر. 20 ديئة. الكلام ده كله يعتبر مفرد. فترات الزمنية. درجات الحرارة. الكميات السوائل. الفلوس بشكل عام. كميات النقوط تعتبر اسماء مفردة. تعتقد 10 تلاف جنيه كفية؟ ولا 10 تلاف ولا 10 مليون. شاف علامة المفرد؟. 200 باونز واز اول اي ارنت ديورنج لستويك. كل انا كسبت 200 باونز. قال لك واز ما قال لك شوية راهي. اللي جاء دي بقى اسمها الاسماء الجماعية زي ما قلت لك. اللي تشير لمجموعة. والانجليز يقول لك لو هتتعمل مع هذي الاسماء انها وحدة واحدة تبقى مفردة. هتتحاسب معاها على انها مفردين كده. يبقى اسماء ايه؟ جمع. وعادي جدا تاخد فعل مفرد تاخد فعل جمع. كلمة team. government الحكومة. army. family. staff. هيئة العاملين. جانج عصابة. كروه طاقم السفينة او طاقم الطائرة. الكابتن والمضيفات اللي معها او الكابتن السفينة او البحارة اللي معها. كاست. فريق العمل في السينما والمسرح. كلاس. فاصل. the government is doing. بتعمل افضل ما عندها. طبعا افضل ما عندها زي ما انت شايف. انا تعملت معا هنا كوحدة واحدة. يبقى انا اشرت لهم كمجموعة. يبقى تعتبر اسمه مفرد. the government are doing their best. شايف الاختلاف? the. غير its. هنا بتعامل معاها على انها مفرد. وهنا بتعامل معاها على انها ايه؟ جامع. تمام? وبيجيب لك في الجملة تحديد انها مفرد وجامع بشكل عام. تعتبر اسماء مفرد وتعتبر اسماء جامع. لو واحدة واحدة مفرد. لو افراد تعتبر فعل جامع زي ما انت شايف ايه؟ ده بيسموها collective nouns او group nouns. نخش بقى يا ريس على الادوات التجزئة اللي هي مهمة جدا. يا يا جماعة الاسم الذي لا يعد. قد احوله لاسم يعد باداة تجزئة مناسبة. وانا هخرج اجيب لكم الحاجات اللي هناك دي وارجع لكم تاني. يعني هروح اجيب شوية حاجات كده وجاي. لا ما تقطعش انا جاي. حط النضارة وارجع له. جاب حاجات معي انا جاي دفعات وارجع دفعات كده. بنشرح الكلام ده بقى ناخده كله كده يعني. تعالوا كده بالراحة. لكن ايه الميستر اللي بدق لنا بايه ده يا ميستر ده الميستر. جاي لكم بس احط حاجة على الارض واطلع لكم تاني. ادي كلمة زي water. كلمة water اسم لا يعد. هقوم حطيتها في مياه كده احطها في مياه ازاي? حطيتها في ازازة وهقولي بقى a bottle of water. two bottles of water. يبقى انا جماعة الاسم اللي ما يتعدش وحولته الاسم يعد. عندنا برضو ما قولك هنا ايه بقى? ها? ايه دي ايه? a bottle of juice اهو. ايه كوباية عصير دي ولا ايه? ازازة عصيرها. تعالوا. a cup of coffee. ممكن القهوة ما تتجمعش. ممكن اجمعها وحطها في a cup of coffee. ده ايه بقى? a bucket of juice. عصيره. مصير كوكتيله. ده اسم اللي يعد كلمة juice. لكن انا حطيته في bucket. فجمعته. الرجل جاب كورس نحط عليه الحاجة اهو. هنا تعالى بقى كده. bar. a pair of chocolate. bar شوكولاتة اهو. شوكولاتة تتبع في اولي بقى. فبتجمع ايه. حولتها الاسم يعد. كلمة تانية بقى اللي هي العيش. a love of bread. شافي العيش? اهو غيف عيش اهو. قلت a love of bread? ولا a love of bread? bread. فانا مضيفتش اس. انا هجمع اداة التجزئة اللي هو ده بقى. اداة التجزئة. تمام? الا انا هحول بيها الاسم اللي ما يتعدش الاسم يعد. وبقى بعد كده هو. بقى two loves of bread. three loves of bread. فالاسم اللي لا يعد تحول لاسم يعد بادوات التجزئة. زي ما قولنا بقى. يمكن تحويل الاسم اللي لا يعد لاسم يعد بادوات التجزئة. عندي a piece of. و a bit of. و an item of. دي برضو ادوات تجزئة تنفع مع بعض الاسماء زي advice مسلا. مستر نادر ادانا النهاردة. a piece of advice. ممكن اقول a bit of advice. وممكن اقول an item of advice. hey give me a piece of information. اداني معلومة. طب عايز معلومتين. مقولش two informations. ايه هو عطوة تخطأ في الخطأ ده. لا. he gave me two pieces of information. he gave me two pieces of advice. تحولت الاسم اللي لا يعد. الاسم يعد. فيها دوات تجزئة اخرى زي ما قلتلك. a tube of toothpaste. منبوب يتمع اقول. a cup of coffee. a jar of jam. برتمان مربع. a bottle of milk. a loaf of bread. a barrel of chocolate. a sheet of beba. بيبر الورق بشكل عام. اللي احنا بنكتب عليه. عايز تقول ورق اكتب عليها ما اقولش a beber. غلط. a beber يعني جرنال. لكن اقول a sheet of beba. two sheets وهكذا. a slice of meat. شريحة لحمة. a box of matches. علبة كابريد. a glass of. مثلا. a glass of water. كوب من الماء. ممكن اقول a glass of tea. كوبات شاي. المصرين دايما نشربوا الشاي في الكوبات. اهو. فيه a glass of limonade. كوبات عصير لمون. a meter of cloth. متر مش. اهو. بجمعوا عادي. في اسماء بقى. احنا قلنا في اسماء تعد. countable وفي اسماء uncountable. في اسماء بقى تمشي الاثنين. countable وuncountable. تعد ولا تعد. يعني حسب المعنى بتاعها. اسماء زي مثلا light. كلمة light بمعنى الضوء. هي اسم لا يعد. لكن a light معنى لمبة. و two lights لمبتين. يعني في اسماء علوينجين. كده وكده. light الضوء بشكل عام هي اسم لا يخذ. a light, two lights, three lights. فانا بعدهم كعدد لمبات. كفي القهوة بشكل عام. a coffee. اللي هي a cup of coffee تخفيفا. يعني. three cups of coffee. iron الحديد. and iron ماكوة. تخيل. كلمة experience الخبرة في مجال عملك هي اسم لا يعد. I have ten years of experience. عندي عشر سنين خبرة مثلا. experience هي الخبرة في مجال العمل وكده اسم لا يعد. لكن انا ممكن اقولك انا مريد بحياتي بماني experiences. بتجارب حياتية. فكلمة experience لو بمعنى تجربة في الحياة هي اسم يعد عادي. my hair. انا المشير لشعري بشكل عام هو uncountable noun. my hair. شعري. is white. بدأي بيضه. is. ما هو الشعار. لكن لو اقول اها. فيها مستر اها. شعراية هيت. on your shoulder. يا مستر لا. the two hairs. شعرتين. يقعد في مطعم وجايب لك طبق شعر بقول له تعالى ايه العفانة دي. في اها. in my soup. في شعراية. في الشربة بتاعتي. فانا بتعامل مع شعر معين عدد شعرات معين. فده اسم يعد. لكن شعر الانسان بصورة العمومية هو اسم لا يعد uncountable. في اها يعني شعرات. two hairs زي شعرتين. لكن my hair شعري بشكل عام. school الدراسة. كلمة school بتجيب معنى الدراسة. لكن a school مدرسة. two schools مدرستين. chicken لحم الدجاج المطبوخ. a chicken الفرخة ما زالت لم تتبه بعد. a chicken. ice. الجليد او التلج. an ice. الانجليز يقول لك an ice cream. فبعدل an ice. فبعدل قصد an ice cream. يقول لك an ice. two ices. يعني two ice creams. orange. اللون البرتقالي. لو قد بمعنى اللون هي اسم ايه؟ لا يعد. لو بمعنى البرتقال الذي يؤكل. an orange. two oranges. three oranges عادي. فبك محا عادي. كلمة paper. الورقة الذي يستخدم للكتابة في شكل عام. لكن a paper. اللي هي an use paper. يعني جريدة. drink. تطلق على الشرب في شكل عام. a drink. مشروب. two drinks. مشروبين. glass. الزجاج. الشباك ده is made of glass. لكن a glass of tea. a glass of ايه? water. كوباية مية. في اجلاس هنا معناها كوب من. شوكوليت الشوكولاتة. اه. شوكوليت اللي هي. a pair of chocolate. او a piece of chocolate. فجمعتها عادي جدا. وهو زي ما انا قلت لك بادوات التجزيئة اللي انا جابها معاها دي. countable and uncountable. مع ادوات التجزيئة بقى. والmodifiers هم بقى ايه؟ اللي هم بيحددوا. ايه؟ الاسماء. دول بيصبقوا. عشان يعبروا عن كمية. او عدد من الاسماء التي تعد والتي لا تعد. وبأكد تاني ان ده موجود في منحكم السنة دي فيوني التسعة. يعني عندي كلمة a و an. وهنشرحهم بالتفصيل بعد كده برضو. لان هم الحاجات التراكمية. ال a وال an. ادوات نكرة. تصبق الاسم المفرد. القابل للعد. فبقى ابدأ بقول give me a pen. واحنا عارفين بقى ال a دي قبل الصوت اللي ابدأ بحرف متحرك. بس الكلمة اللي تبدأ بصوت حرف متحرك. بصوت قصدي حرف ساكن. وعندي كلمة a and let's go a. الكلمة اللي تبدأ بصوت حرف متحرك. give me a pen please. give me an apple. زي ما انت شايف apple اهي. بدأ بفاول زهو. ودي بدأ بايه؟ بصوت consonant ساكن. فاقول a pen. an apple. an orange. an egg. an elephant. هم لهم حالات خاصة ناخدها بالتفصيل. يعني ممكن نقول a university. صوت اليو هنا. a university. anowa. رغم من ايه بدأ بh. anowa. الh ينسايل. خدتوا الكلام ده انتوا قبل كده في اعداده وفولة سنويه. وفي تانية سنويه وهنعيد علي برضو السنة دي في حصص لكده للحاجات التراكمية. وموجود على القناة كمان على فكرة حاجات ال a و an وده موجودة عندك بالتفصيل. صام بقى لي بعض. صام دي تصبك الاسم اللذي يعد والاسم اللذي لا يعد. تمام؟ وعادة تأتي في جملة ايه؟ مسبتة. I have some books. كلمة books هنا اسمي يتعدى هو اسم جامعه. I have some bread. بعض. تعبر عن ايه؟ بعض. بعض الخبز بعض الايه؟ الكتب عادي جدا تيجي مع اي اسم يعد او لا يعد. بس بايه؟ بصيغة الجامع. ما نفعش اقول صام بوك؟ لا. تعال بقى ايه؟ دي معنها ايه. ودي دايما مع الاسم اللذي يعد والاسم اللذي لا يعد عادي جدا في النفي وفي السؤال. He doesn't have any friends. ما عندوش ايه اصدقاء. I don't have any money. ما عنديش ايه فلوس والله. ما معيش. الحديد انا ما معيش. ايه فلوس. فدي جامعة هي. كلمة اصدق. كلمة ايه هي. جاي بعدها اسم لا يعد. تشير للنفي. Did you buy any books؟ اشتريت اي كتب؟ فده سؤالة هوت واضح. فكلمة ايني جاية هي في السؤال. لكن الانجليز يقول لك خلي بالك ان كلمة صام قد تأتي في السؤال لو اصدنا بحكتين اتنين. اللي هو الوفر والريكوست. العرض والطلب. Would you like something? هل تحب او هل تريد بعض الشاي؟ هنا انا مش باسأل. هنا انا ايه باعرض عليك. Would you like something? Can I have some Pepsi? Can I have some sugar? Can I have some tea? فانا اللي بطل وهوت زي ما انت شايف. او باعرض عليك حاجة فهنا في هذه الحالة تأتي صام في السؤال. لكن الوضع الطبيعي اني اللي تيجي في السؤال وكذلك النفي. كلمة مني معناها عديد من. هذه كلمة يتبعها اسم جمع دايما. مني عديد من. عديد. ودي بقى تيجي في نفي وفي اسبات وسؤال بس عادة في النفي اكتر. I don't have many friends. معنديش اصدقاء كتير. I have many books. هي قدومها في الاسبات قليل بس ممكن تيجي. لكن الوضع الصحي لها دايما انها في النفي والسؤال مع اسم جمع. I don't have many friends. How many books do you need? How many people? How many discus? How many goals? How many cars? How many boys? How many girls? عدد. عدد. جمع 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 جمع. How many? تعال بقى. Much. كثير من. I don't have much money. دي تيجي بعدها اسم لا يعد. خدومها في النفي كتير في الاسبات قليل وفي السؤال عن الكمية بhow much. I don't have much money. much sugar. Much rice. Much news. Much advice. Much baggage. Much luggage. تخيل الأسماء التي لا تعد مع much دايما. Much money. Much sugar. Much rice. Much coffee. Much milk. Much information. Much news. I don't have much money. There is much sugar in my tea. وفي بقى ناخد بقى حاجة اسمها too much. Too much يعني كمية زيادة. ما تشرب يا بابا الشاي. هو ده شايف انتي. انت عامدالي عسل. فيه too much sugar in my tea. فيه too many برضو. عدد زيادة عن اللزوم سبب مشكلة. شايف الأوتوبيس؟ فيه too many بابا. ناس بص طلع من الشبابيك. Too many. I don't have much money. There is much sugar in my tea. How much sugar do you want? Do you need? How much? A lot of. و lots of. دول برضو معناهم كثير من. لاتنين دول. A lot of. و lots of. يجي بعديهم. اسم جامع عادي. عادي جدا. اسم لا يعد عادي برضو. في النفي. لا. دول يأتوا دايما في السؤال. في الإثبات. قدومهم في النفي. ما يجوش في السؤال. ما يجوش برضو. دول في الجملة المثبتة. مع اسم يعد. و اسم لا يعد. I have a lot of books. A lot of money. A lot of sugar. A lot of fries. A lot of news. A lot of marcus. بس. هذا عادي جدا. A lot of. و lots of. كثير من. اسم جامع. و اسم لا يعد. لكن much. اسم لا يعد بس. مني. اسم جامع. سم. بعض. اني. اي. تعال بقى. A lot. بس. بس. A lot. دي معناها كثيرا. ولا تتبع باي اسم. I love eating a chocolate a lot. لا يا مستر. الواحد زهي من اول حصة في الكورس. انا عنيت قلوت. عانيت كثير يا ابن انترسة عنيت حاجة. لا يا مستر. I have suffered a lot. انا عنيت كثير. فكلمة قلوت زي ما انشايف لا تتبع باسمها. في افيو و فيو. و اليل وليل. افيو فيها اه. ده عدد قليل ولكنه يكفي. فيو. عدد قليل لا يكفي. أليل كمية قليلة ولكنها كافية. ليل كمية قليلة ولكنها لا تكفي. قليلة جدا ولا تكفي. يعني مثلا. افيو عدد. افيو بويز افيو جيرلز. فدي افيو وفيو عايزين نتفق بعديهم عدد. قليلة وللل عايزين نتفق ان بعديهم كمية. بس اللي فيها اه. بتبقى مصطورة كده ومعادي. يعني افيو عدد قليل من الطلبة جيب واخدنا الحصة. لغينا الحصة ليه؟ فيو ستيودينس كيم عدد قليل جدا من الطلبة جيب. معي خمسة جنيه. وانا ثلاثة جنيه. وعايز تروح تصايف في شرم. ليف ورجعتاني يا حبيب. انت معاك روح. ودلوقتي معظم الناس عاد معاها يعني فلوس مش مكفية حاجة. فاللل كمية تكفي. كمية لا تكفي. هعمل لك شوية شاي يا بابا. فيه كمية من المياه قليلة هي. ولكنها مقضية الغرض. اعملي لي كبات شاي. والله يا بابا انا صبيت المياه كلها. ففي مياه قليلة. يبقى دي وليه بس. ما تكفيش يا عين. ما تكفيش. بصبه. جامعه. شوف بديك احق ان الامور ما مشيتش صح. ما خدماش ايدروس. معي معلومات حلوة بشغالة هي مقضية بعرفة حلوة. ما تحلي يا ابن. على عيني يا مستر. معي معلومات وليلة مش ايدرا فتكر. بصبه. في عندنا اول جميع او كل. وفي مصد معظم. كلمة اول يجب بعدها اسم يعدى واسم لا يعدى. بتشير للجامعة بص. مصد معظم. الغلبية يعني مصد. اسم جامعه. اسم جامعه. باعجب معظم الطعام المصري. اسم يعدى واسم لا يعدى مع كلمة مصد ليها معظم. سفر العديد ودي بتعبر عن العدد. معايا لا مكتب بيوم او. ستواجه مشاكل عديدة. الكلمة دي بتنفي خالص ما يزيده عن اتنين. بتحب القهوة ولا الشاي ولا النسكة فيه. بتذكر عربي ولا انجليش ولا الماني للغات. انت حور. فنن ما فيش. بتنفي خالص. none of the trains is or are going to luxor. في هذه الحالة تاخد فعل مفرد او فعل جامع. ونتكلم على ده بالتفصيل في اليونت بتاعت يونت 9. none of the information given to me was useful. لو جات مع اسم لا يعدى واخدى فعل مفرد. جاء مع اسم جامع ممكن تاخد فعل مفرد او فعل جامع. دول بقى بيسموهم ايه؟ demonstrative pronouns. يعني يا مستر demonstrative pronouns. الضمائر اللي هي ضمائر الاشارة. ضمائر الاشارة لما اقول لك this with that. كنت اخدنه منت في رابع ابتدائي كده. لو واحد اريب مني كده. لو زياد اريب مني كده اقول له this is my friend. اريب من او this is my friend زياد. لو بعد عني شواء اقول that is my friend زياد. يبقى this with that. دول بعديهم اسم مفرد او اسم لا يعد. دول بقى بيسموهم demonstrative pronouns ضمائر الاشارة. this or that is a good book. this or that is useful information. زي ما انت شايف هو بعديهم اسم مفرد يعد. او اسم اللي هو من الاسماء التي التي تعدي مع this or that. هذه و ذوس. هذه للقريب الجامع. في كذا ولد قدامي كده اقول لك these are my boys. these are my students. these are my friends. ذي الإعلام بتاعتي. بعد عني كده اقول ذوس جامع هؤلاء او تلي. تول مع اسم جامع. this and those are my boys. this and those are my boys. these and those. دول مع اسم جامع. these و ذوس. و ريب يبقى these. those are my friends. لك هذة لك هنا بص هناك كده لك هذة زوس are my friends لهناك دول أصحاب جمع زيس لو هم قدامي جمع قلنا دول ضمائر إيه الإشارة تعال بقى في ملحوظة اسمها a number of with a number of a number of اسم جمعي فعلي جمع لأن هنا مش معناها عدد معناها مجموعة من a number of my friends are coming to the party tomorrow مجموعة من اصحاب جايين الحفلة بكر the number of اسم جمع فعلي مفر the number of cars in the city عدد العربيات في المدينة دي is increasing بيزداد مادلي بجنون وطبعا مادلي ده يعتبر adverb زرف وهناخد الزرف نشرحه لكم بالتفصيل عشان نعرف نكون الجمع ده بالنسبة للأسماء وزاي ما قلنا ايه أنواع الأسماء طبعا الاسم ده اللي بنبدأ بالجملة في اللغة الإنجليزية النوع الأسماء اسماء التي تعد والتي لا تعد countable و uncountable يقولنا في أسماء تعد وأسماء لا تعد في أسماء جمع دايما في أسماء ظاهرة جمع ولكنها مفرد بالتركيز كده تقعد تجمع الكلام ده لأن انت هتدرسه تاني زي ما قلت لك بالتفصيل بس انت كده بنبني أساس هو وبعد كده هتذاكر الجزء ده كده دلوقتي ممكن توقف الفيديو عندك كده تروح تذاكر أو تطحنوا مذاكرة وبقى تبدأ تحل الجمل روح بقى كده زاكر وتعالى بقى حل وصلت تعالى بقى نحل الجمل وتصحح لنفسك أنا عايزك تبص لجملة دي كده وتقول لي كلمة فريدم دي من البارتس وفي سبيتش اللي احنا شرحناها النهر ده تعتبر ايه احنا شرحنا ايه أصلا طبعا اجكتف صفة هي مش صفة حرف قر أبرو ناون هي مش ضمير هي ناون احنا درسنا بس النهر ده الناون ايدنتفاي the noun حدد الاسم in the following sentence في الجملة اللي جاي دي I watched the film yesterday فين الناون هن فين الناون ده أبرو ناون أولا وده فرب وده زمان ناخد بقى بعد كده اللي هو ادفرب طايم زار في زمان فين الناون افل اهو يبقى اي لا مش اي what should لا yesterday لا هي فاو which of the following is a proper noun اسم proper noun محدد اللي هو ايه بقى لج رجل love حب ده proper noun لا ها شعر لا حددت اسم شهره خلي بالك جملة زي دي ممكن تجيلك في ترجمة ولا تجيلك في قطعة patience is the key to joy the word patient is a noun اسم ايه abstract concrete countable compound اولا هي مش اسم ايه مركب ومش اسم يعد هي اما abstract اما concrete الفرق الاسم abstract المجرد والاسم concrete الملموس الصبر مش ملموس بل مصف وصبرك ومذاكرتك لكن ما فيش حاجة اسمها بتروح للباعة تقول له ديني شوهات صبر لو سمحت فكلمة patience هو الصبر خلي بالك الصبر هو مفتاح السعادة او الطريق للسعادة فطبعا abstract noun اسم معناوي او اسم مجرد students applied for the course student اولا ده اسم جامع زي ما انت ملاحظ too little اولا دي مع الكميات too much مع الكميات برضو alot alot ما يجيش بعدها اسم alot دي تيجي في نهاية الجنر لكن لو alot of ماشي هي صفرة العديد من the alot of people at the party last night ما تستعجلش عشان تقول لي ار انا بقول لك في الحفلة الليلة اللي فاتت ايز ما تنفعش اولا ولا هي واصف دي مع المفرد ولا ار في الجامع في المضارع لكن انا بتكلم على جامع في الماضي كلمة people جامع ولكنها جامع في الماضي يبقى واه your advice نصيحتي كلمة advice هي اسم بمعنى نصيحة وان الاسم ده اسم لا يعد والاسماء التي لا تعد هي اسماء مفردة دائما وتعامل معاملة المفرد الا اذا سبقت بادات تجزئة فتزبح اسم معدود فكلمة advice اسم لا يعد فتأخذ فعل مفرد لما لا piece of advice or two pieces of advice or an item of advice او a bit of advice فانا جمعتها لكن هي هنا تعتبر مفرد helps help are helping have helping علامة الافراد ان الفاعل يبقى مفرد بضيف للفعل اس يبقى هي helps ما تنفعش ولا تنفع ولا تنفع ولا تنفع علامة المفرد ان الفاعل يبقى نهايتو اسم وبرده عايزك تكتب المعلومة دي دي advice نصيحة ودي advise ينصح دي verb ودي نعم the police fighting terrorism اعتقد انتعارف انها الارهاب so and so is the army وكذلك الجيش the police وانا دي اسم جامع دايما was مفرد be is طبعا are there too much traffic much traffic اسم لا يعده on the road today في مرور كسيف على الطريق يبقى دي فين علامة المفرد علامة المفرد معروفة هي اس بوليكس السياسة قلنا الكلمة دي اخرها اس لكن لا تقدع فيها لانها اسماء تعتبر اسماء مفردة بوليكس اللي هو علم السياسة an interesting subject for us يبقى هنا مش are ولا have been ولا what هي طبعا is cloth made of silk cloth اللي هي الملابس وده اسم جامع دايما made of silk rather expensive غالية الملابس المصنوعة من الحرير تعتبر جامع فis ولا was لا is ولا was ولا هاز طبعا هاز علامة الافراد هي are لانها تعتبر اسمه جامع how many did you visit did you visit our country how many times ولا how many times ولا timing عندنا كلمة اسمها time خلي بالكم الكلمة دي لو بمعنى الوقت هي اسم لا يعد uncountable لو جاية بمعنى عدد مرات هي اسم يعد انا باخد الدواء ده two times a day مرتين three times four times مش اربع اوقات لا معناها اربع مرات تمام how many times ليه بتساوها كلمة اسمها how often عدد المرات how often do you visit your grand father i visit my grand father once a week once a week مرة في الأسبوع فهنا عشان تبقى عدد بين مرات يقول له كم عدد المرات اللي بتزور في بلدنا يبقى how many times هنا كلمة time تعد ولا تعد لو بمعنى الوقت اللي احنا بنعيشه ده هو اسم لا يعد لو بمعنى عدد مرات هي اسم يعد time بمعنى الاسم اللذي لا يعد هتبقى ليه الوقت اللي احنا بنعيشه اسم جمع تنجمع لو بمعنى عدد مرات the trousers البنطلون اوه الاسماء الجامعة ايه the bear nouns very old you should buy a new bear اشتري بقى بير جديد يا اخ the trousers are طبعا تاخد فعلي كام are very old there are things you can do to help us عندك عديد من الاشياء انت ممكن تعملها يبقى several things مش ماتش ولا ايه how packets of paper would you like to buy how packets packets of paper يبقى انا جمعت الاسم بدأت تجمع يبقى how many packets of paper لكن لو شلت packets يبقى how much paper يبقى انا هنا بجمع الاسم الذي لا يعد a large amount of food a large amount of food كمية كبيرة من الغذاء او الطعام put inside the fridge where ولا are ولا have ولا was a large amount of food كمية كبيرة من الطعام دي تعتبر اسم مفرد يبقى مش نقول هاف بوت ولا اربط ولا وير بوت هي واز بوت وضعت زفار نتشا العفشة او الاساس يعني حسن الزوق في تيست يتزوق او الزوق في تيستي لذيذ الطعام اكتب تيستي وتيست يتزوق او الزوق تيستفل يعني حسن المظهر ولكن لدوم اللي انت لابسها دي تيستفل حسنة المظهر يبقى زفار نتشا طبعا ده اسم لا يعد تبقى تأخذ اس اتخذش قار ولا هاب ولا ويا اتذى نيوز فروم يور برادر ابرود اتذى نيوز فروم يور برادر ابرود اعظني ده سؤال اقول له اتذير صم صم بتجي في ايه في الاسبات والسؤال بس في عرض وطلب اتذير فيو طبعا ما تنفعش اتذير اتذير انيوز لا طبعا اني في اي اخبار عن اخوك اللي مسافر ده شعرك ده is too long طويل you should have it cut انا جاوبت you should have it cut انا قلت حاجة اسمها الكوزيتف ان الحاجة بتتعمل لك او بس دي مش قصة الكوزيتف دلوقتي قصة ان هذا الاسم my hair يعامل معاملة المفرد فياخذ it لاني بشير لشعري بشكل عام i found hair in my soup في الشربة بتاعتي يبقى انا بقصد شعرة معينة يبقى اها شعراية في الشرب she has got ابصره في اس دي يا اله الا الله اللي لم افرطها من اول السن ابصر في اس دي باختصار هاز she has got knowledge knowledge دي المعرفة about physics many any few much كلمة knowledge من الاسماء التي لا تعد فتأخذ كلمة much وليست many ولا few ولا any في هذا السياق she asked her lawyer for advice هي طلبت من محاميها for advice many advice few a few a little اللي بيحدد ان انا حدد نوع هذا الاسم هذه الكلمة اللي هي النصيحة اسم لا يعد يبقى ما تسبقش ب few ولا تسبق ب many ولا تسبق ب few يا هتسبق ب a little لان a little تتبع باسم عادي جدا لا يعد would you like cup of tea لو قلت would you like هقول some tea مثلا بكن هنا cup of tea يبقى would you like a cup of tea لاني بدأت اجمح مش some some cup ازاي some cup عليكم ارزامكم حليلها سام لا would you like some tea ماشي لكن would you like a cup of tea any anything a cup of tea i had my cut at the hair dresser i had my يبقى انا بقصد شعري بشكل عام فمش هجمعه a hair ولا head ولا hairs هي hair i had my hair شعري i had my hair cut يعني اتحلق لي يعني ناخد قلنا الكوزيتف داوت في يونت 6 السنة سحيان الله 60 ديجريز a very high temperature 60 ديجريز 60 ديجريز 60 ديجريز درجات الحرارة قلنا بتعامل معاملة المفرد يبقى ولا وا ولا دو ولا إز طبعا إز i don't like i prefer it بفضل لون لحمر i'm orange برتقالة some orange orange oranges أنا بتعامل هنا مع كلمة orange لو بمعنى اللون البرتقالي هي اسم لا يعد i like orange أنا بحب اللون دا لكن i'm orange with two oranges with three oranges يبقى بدأ تجمحها يبقى هو البرتقالي الذي نأكله كفاكها يبقى i don't like orange أنا لا أحب اللون البرتقالي أنا بفضل للون الأحمر she gave me advice برضو الكلمة دي بتتكرر about how to be fit she gave me many much a lot any ننفعش إني ولا تنفع لط هي يا many يا much اللي يحدد الاسم دا دا اسم لا يعد يبقى much advice then use omar told me الأخبار اللي ألها لعمر ساد حزينة are where was be أولا بيقول لي told me يبقى الزمن دا ماضي يبقى لها اللي كانت حزينة يبقى was طب ليها مستر ما أقول where كلمة news اسم لا يعد وتعمل معاملة المفرق she gained هي اكتسبت information from the book from the book formation معلومات دا اسم لا يعد a few ولا a little ولا a lot ولا ميني ولا ينفع ولا ينفع لأن information اسم لا يعد ولا تنفع a lot لأن a lot دي بتنتهي بها الجملة وما يجيش بعدها اسم يبقى هي a little information his shoes الحزاء بتاعه black قلنا دا اسم ايه my hair long it needs to be cut my hair شعري يبقى انا بتعمل معك مفرد يبقى my hair is long we don't have furniture at home a lot of many much a few furniture عفش البيت اسم لا يعد يبقى pins عدد أقلام pins عدد من الأقلام يبقى دا اسم جامعة باشا a lot قلنا لازم معها a little مش مع الإقلام several عديد مش مادة سهلة بالنسبة لي وأنك كلمة دي تنتهب اس ولكنها مفردة فلا تغضع فيها بئز ودودين كلمة people الناس people 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 آه جمع I don't have money to go out اسم لا يعده some إثبات وسؤال في العرض والطلب إني نفي وسؤال يبقى هي I don't have any money وانشاء لطف في جملة منفية وأن ما فيش أن money the clothes he is wearing الملابس الولى بس قلنا clothes دي اسم جامعة على فكرة يبقى جمع is ولا a ولا wo 's ولا has يبقى are your essay الإساي بتاعك includes بيحتوي على mistakes mistakes دي جامعة مش ماتش mistakes ولا little mistakes ولا little mistakes هي many mistakes أخطاء عديدة 20 minutes 20 دي enough to answer the quiz هذه كلمة تعبير دوت تعبيرات السوائل والكمية والأوقات ودرجات الحرارة والنقود هي أسماء وتعبيرات مفردة يبقى 20 minutes is enough كفاية to answer the quiz can I have cup of coffee please can I have some coffee ماشي لكن cup يبقى في أداة ناكرة can I have a cup of coffee can I have a cup of coffee please بس قد دخلنا فبالنسبة البرنامز هي عبارة عن كلمات بتبقى محل الأسماء فما أقول نادر مثلا مش موجود نادر كفاعل يبقى he 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 يبقى فيه ضمائر بتبقى بديل للأسماء يعني نوعي الضمائر بتنقسم ليه بقى فيه subject وده أول نوع وفي object subject اللي هي ضمائر الفاعل اللي بنبدأ بها في بداية الجملة object المفعوق يعني احنا في بداية كده كنا نقول I أنا أهو بتدمر I أنا هي هو she هي it هو أو هي زي ما قلنا في ابتداء كده الغير العاق you أنت أو أنتم أو أنتي أو أنتن ودي من حاجات اللي في اللغة الإنجليزية you أنت أو أنتي أنتما أنتن هي كلمة واحدة لكن في العربي أنت وأنت وأنتما وأنتن وحوار هي you ونحن they هم ده ضمائر فاعل ضمير المفعول بقى me نادر هاو اللي بيقع عليه الفعل هم هي تبقى هم شي تبقى ها it تبقى it you we us they them خلي بقى لكم أنتم تغلطوا في الكلمات ديت في الاختيارات وغير كده كمان في تكوين الجملة زي يكتبوا كده ضمائر الفعل دي تجي محل الفاعل وتأتي في بداية الجملة كل دول زي ما انتا شايفهم بدئين بهم الجملة هو استني انتع ترقصي من اول السنة اهي شوف موقع بعد امار المفعول فين نادر goes to school with me I like him لاحظ I admire here أنا بوعجب بيها جدا I put it اشتريت البتاع دي لسبوع اللي فات I advise you أنا بنصحك هي هل بد أسمح مفعش أقول هي هل بدوي I spend most of my time with them 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 اهو فيه البوسيسف بقى فيه ضمائر تعبر عن الملكية عايزه لنضارتي my glasses عايزه لنضارة دي اقول ايه بتاعتي اقول these glasses are mine لانها بتاعتي ففيه نوعين من البوسيسف فيه بوسيسف adjectives صفات الملكية وديه اللي بتتبع بملكية وفيه بوسيسف بروناونز ضمائر الملكية وهذه الضمائر لا تتبع باسم بعديها يعني دي اسماء تتبع باسم my car his car her car لكن this car is here there's ففيه ضمائر ملكية وصفات ملكية صفة الملكية اللي بيجي بعدها اسم my car this is my car لكن فيه ضمائر ملكية this car is mine ما بتتبعش باسمه فعفيه عندي my his his her her its خلي بقى لك its من غير apostrophe you our there في ضمائر ملكية بقى دولو بيجي بعدهم اسم ما يجيش بعدهم اسم mine his here's yours ours theirs here's شوف الفرق this is my mobile this mobile is mine بص this is his car it's his this bin is her bin علمها here's it's here's بتاع هوس ملكها is this your camera is this camera use this is our house this house is ours this is their car this car is theirs بتاعتهم i it's a cat it's food وما فيش it's تانية هنا هي it's واحدة هي هنا صفة ملكية بعدها اسم وبرضو عايزك تاخد بالك ان فيه كلمة اسمها it's cd الابستروفي دي مالاش علاقة بالدمائر الملكية ولا صفات الملكية it's cd دي اختصار يا اما it is يا اما it has لكن it's cd اللي من غير ابستروفي اللي بعديها الملكية لغير العاقل ده اربع انواع همت النوع اللي بعد كده اسمه الرفليكس الضمائر المنعكسة او الانعكاسية كنت بتاخد المنتفروب عبددائي i myself he himself she herself الضمائر العكاسي ايه مفهوم ولو الفعل المفعول واحد وانا بقطع لبرتقالة while i was cutting the orange i cut myself يبقى انا اللي قطعت وانا اللي جرحت نفسي برضو بتستخدم للتأكيد زي ما نقول دلوقتي وتستخدم عشان اني تقول ان الواحد عمل الحاجة بنفسه بدون مساعدة حد يعني عند الضمائر i الضمائر المنعكس منه myself he himself she herself it itself we ourselves one مش one two three four five one تشير للمرء بشكل عام او الانسان one الضمائر المنعكس منها oneself they themselves they themselves يولو للمفرد هقول لك أنت نفسك يبقى yourself تبلو انتو جمع ourselves you yourself او yourselves yourselves مش ourselves you yourself دلو مفرد ويولو جمع yourselves we ourselves I myself he himself she herself it itself we ourselves one oneself they themselves is you yourself you yourself is غني الضمائر المنعكسة تستخدم امتى لو الفعل والمفعل واحد زي ما قلنا she saw herself in the mirror شافت نفسها في المرأة she caught herself while building an orange مش ما قطعت نفسها لأ جرحت نفسها ويتأشر برتقال يبقى ده الضمير المنعكس للتأكيد بستخدمها للتأكيد I mean did the car myself myself أنا صلحت العربية بنفسي وممكن أقول I myself mended the car أنا بنفسي صلحت العربية تؤدي بمعنى بمفرده أو دون مساعدة من حد ممكن أقول لك بقى on my own by myself with no help يعني أنا عملت الحاجة دي لما أقول on my own on his own on her own التركيبة دي هغير بس هنا سفة الملكية دي يبقى أنا بعبر إن أنا عملت الحاجة الوحدي on my own by myself with no help يعني alone he went to the cinema on his own يعني alone شوفت أنا بغنها كده on his own on your own يعني alone did you paint that picture on your own أنت رسمت الصورة دي بنفسك أو without any help يعني I learned to use a computer اتعلمت أستخدم الكمبيورر by myself يعني without any help بدون مساعدة حد بإنجليز يقول لك خلي بقى ما تستخدم مش الضمائر المنعكسة بعد أفعال معينة زي ووش يغتسل وشاور يستحمى أو ياخدوش يعني يحلق دانو يرتدي أو يلبس ما بيجيش بعض ضمائر منعكسة فمقول صحي بدري الحتة اللي جاية مهمة مهمة idioms with reflexive pronouns في حاجة اسمها idioms في اللغة تعبير استلاحي مع بعضه كده بيكون معنى لوحده يعني الضمائر المنعكسة لها تركيبة كده بتيجي يعني تديك شكل جديد enjoy كلمة enjoy مدبوعة الضمائر منعكس معناها have a good time متعنا نفسنا أنا روحت السينما and enjoy it myself يعني have a good time behave yourself احترم نفسك وعرف حدودك لما واحد بيكلمني كده ولا يبي يتجرق علي يقول له behave yourself man يعني be good she lives by herself she lives on her own يعني alone رابع حاجة اللي يامقولك make yourself heard يعني make yourself heard اجعل نفسك تتسمع معناها عالي صوتك عشان نسمع speak loudly enough to behave heared by others make yourself understudy يا مستر make yourself understudy يعني make your meaning clear وضح كلامك بتقولي he made a name for himself عمل اسم النفسه يعني he became famous الراجل ده made a name for himself في المجال ده عمل اسم النفسه في برضو عايزك تكتب التعبير ده make yourself at home make yourself at home اعتبر البيت بيتك يعني خد راحتك يعني feel comfort make yourself at home اعتبر البيت بيتك يعني make yourself at home make yourself at home نخش باقول لك ضمار المفعول اللي بتيجي بعد حروف الجر اللي جا دي with و from و for و to و against و behind اللي يا خلفة و beside بجانب close to تتوب القرب من نكس تتوب القرب من دي بعدها ضمار المفعول خلي بالك father bought this car for us ما قولش for we ولا for our this car belongs to us بتخصنا omar went with me مش with i with me to the cinema alis said beside me مش beside mine يعني يعرف ان دي بعدها object pronounced ضمار المفعول تعال بقى بيقول لك لحظ ضمار الملكية في التركيبة دي يعني ضمار الملكية بتجي مع التركيبة دي اللي ببعاها off دي يعني مسلا الراجل اللي انا ماشي معاده is a friend of much is a friend of me is a friend of mine is a friend of hers is a friend of yours yesterday i met a friend of mine she lost a pen of hers they introduced me whom a demon to a neighbor of theirs is a friend of yours الكلب بتاعك ده has been fighting again اللي هي your dog لكن اقول لك the dog of your لا the dog of yours هتروح بقى حضرتك بتحل الجمل دي بتيجي تصحح معا يلا روح انا اقول روح انت تروح يلا روح يلا روح تعال تاني روح روح يلا 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 عايزة صبر وعزيمة عارف يعني صبر لسا ايلينها patience صبر صبر هو الذي يأتي بك الى النجاح نادر اند امر اولا نادر وعمر دول هشيلهم وحط بدلهم مصلا الضمير دي نادر وعمر وانتت وزا السينما اند انجويد اي بقى همسوف themself ourself والله myself يبقى عمر ونادر راحوا السينما ومتعوا نفسهم يبقى انجويد ها them selves الضمير من they themselves نادية cooked the food طبخة الاك عايزين ناكد بقى here she hers ولا herself يبقى الضمير المنعكس ولا بيأكد يبقى herself could you hold it please وناخد بقى باستخدامات الموضة البير بس انه could هنا تستخدم لحاجة اسمها request فناخده في unit cam بعد unit cam unit cam unit cam unit four could 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 you help me please could هنا تستخدم request omar invited omar omar invited to his birthday party omar invited هي مفروض omar invited ما فيش عمر مين بقى عزم مين to his birthday party عزمنا اولا مش هتبقى we ويدا دامير فاعل ours دي ملكية our برضو ملكية يبقى invited us this this is our wallah we this car is us this car is ours الهي this is our car this is car we have bought it yesterday بس ايه الهو this is it our car دي عربتنا دي صفة ملكية هي our وبعدها شيء المملوك لكن ده ours ده دامير ملكية ما يجيش بعد اس زكاة القطة اكلت eat food ازن قلنا دي it's apostrophe d it apostrophe s دي اختصار it او has it is قصدي او it has تنفعش it طبعا ولا تنفع it apostrophe d اللي هي زي ما قلنا صفة ملكية لغير العاكل is this mobile your yours you here is this mobile yours this beautiful car is there theirs them they this beautiful car is theirs تاعتهم with they مرفاعل them مفعول their صفة ملكية بعدها اس لا انا بقول this beautiful car is theirs بتاعتهم يعني make you make yours make yourself at home لسه كتبها لك make yourself at home يعني اعتبر البيت بيتك خد رحتك يعني i cooked this meal i me myself mine mine طبعا قلنا اللي بتستخدم للتأكيد i myself cooked this meal i went to the cinema my own قلنا on my own on your own on his own يعني طبعا هنا في ملكية هو يبقى انا عايز صفة ملكية الناس لازم انت تبقى مسؤولة على the decision قرارتهم انا رحت السينما مع صحابي و انجويد ايبقى مي مي أورز ولا انجويد اورسل اللي يعني قضينا وقت كويس اذا رأيت عمر لو شفت عمر كن يتل تفون مي كن يتل هز ازاي كن يتل هز كن يتل هم سي كن يتل هم كن يتل هز انا بقول لو شفت عايز نقول جرحة نفسها على قطعة من الزجاج يبقى فين الضمير منعكس منها يبقى كت ارسوف امر از افريند اوف والنصيغة دي از ما قلنا افريند اوف بعديها از افريند اوف ضمير ملكي يبقى از افريند اوف مين مش ماي ماي دي صفة ملكي از افريند هو عمل الحاجة دي بنفسه يبقى he made it ها he ده من منعكس منها يبقى himself he made it himself بنفسه we think that those stories احنا نعتقد ان القصص دي are us are us ازاي are our 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 we يبقى ده برا ودي برا هي our 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 مش we طبعا ده مرفاعل هنا احنا خلصنا جزء nouns وال pronouns في جرعة من الكلمات المهمة للترانسليشن اول محاضرة في الكورسة هي تحفظهم 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 ما فيش فوكاب ما فيش انجليش ده غير الكلمات اللي هشرحها في الفيديو اللي جاي بتاعت سنة اولة سنة وتانية سنة مرارا كده وربع الكلمات دي ايها متى للترجمة والقطع عندي اول كلمة اسمها مجاعة هنا كلمة تنمية او تطور هما كتبين لك لا طبعا ده خطأ مطبعي هي كلمة تطور او تنمية عندنا كلمة مجاعة تيروريزم الارهاب تيروريست ارهابي توريزم السياحة توريست سائح ترديشنز التقاليد تريزم الخيانة دي خيانة الدول انت تبقى فيه كلمة اسمها هاي تريزم الخيانة العظمة ان انت تبقى زباي جسوس زباي يعني جسوس او يتجسس النصر يسرف او يبدد او النفايات الاسراف الرخاء والفير الرفاهية مخدرات وبرضو تطلق على الادوية والعقاقير اللي احنا بنستخدمها في العلاق الرأي العام العنصرية ريشيال ديسكريمينيشن التفريقة العنصرية او التمييز العنصري نيوكلر ري اكتور مفاعل نووي نيوكلر اينارجي الطاقة النووية سينسوف بلونجنج الشعور بالانتماء برايفت سيكتور القطاع الخاص بروداكتس المنتجات بروداكشن عملية الانتاج بشكل عام ستاندرد وفليفنج مستوى المعيشة ستوك ماركت البورصة سترونج ويل ارادة كوية ثريت يهدد خلي بالك من كلمتين دول ثريت تهديد سيكيوريتي الامن المائي فوت سيكيوريتي الامن الغذائي الامن المائي يعني ما فيش ميا ما فيش امن ده المقصود ما فيش غذاء ما فيش امن في الشارع جود سيتزين المواطن الصالح الفكاب تاني بقول تاني هوت مهمة فما تقلل ما تدايقش منها المسئولية الفكر وده من الاسماء اللات اللي هتعدل اللي احنا اخدينها لسه مراك المعجزة مورالز الاخلاق ديفييشن كلمتين دول مهمين ديفييشن الانحراف الدكشن الادمان والفرفاهية باجت ميزانية سيفيلايز دي متحضر سيفيلايزيشن الحضارة ايكناميك ريفورم اصلاح اقتصادي كونسامشن 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 الاستهلاك البي لا تنطق البي لا تنطق كالتشر الثقافة كالتشر الثقافي الليترسي الامية الليتريت امي لا يقرأ ولا يكتب له unable to read دو ذاوت يستغني عن هيومانيتي البشرية اي دي المثالي اوفر بوبيوليشن الزيادة السكانية ودي كلمة موضوع امتحان دايما في الترجمة خلي بالك بيس السلام وور الحرب وذر الطقس اتراكت اجزب اتراكشن الجاذبي ان انت تنجذب نحو شيء لكن فيه كلمة اسمها gravity دي بقى الجاذبية الارضي انت ترمي الحاجة توع الارض كده اتراكتف جاذب ناشنال انكم الدخل القومي هارد كارنسي العملة الصعبة فينامين ظاهرة خلي بالك من الكلمتين دول تمام وفيه فينامينة ظواهر فينامين خلي بالك الكلمتين دول جمع غريب فينامين 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 فينامينة ماجورتي الاخلبية اغلبية الناس يعني العدد الاكبر منورتي الاقلية يعني العدد الاقل developing countries الدول النامي الفاينجي دينامي develop the countries الدول المتقدمة ده middle east الشرق الاوسط proper use لاستخدام الامثل للشيء therist ده الزمق او العطش theristy عطشان wise حكيم wisdom الحكمة nature طبيعة natural طبيعي monument كل ما دي مهمة الآثار peaceful purposes اغراض سلمية pollution التلوث justice العدالة safety الامان job opportunities فرص العمل stumbling block حجر عثرة او عقبة او عائق corruption الفساد corrupted فاسد awareness الوعي الكلمات دي مهمة جدا 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 بقول تاني هو مهمة جدا جدا awareness الوعي conflict صراع enemy عدو essential ضروري او حيوي victory عن الانتصار او النصر self confidence الثقة بالنفس miracle معجزة obstacle عقبة epidemics وباء او جائحة او باء هي عن epidemics epidemics democracy الديمقراطية tolerance التسامح tolerance متسامح sacrifice يضحي او تضحية اللي ينضحي وفي كل ما اسمها self sacrifice التضحية بالنفس post upon يؤجل post upon في عندنا بعض كده كلمات برضو مهمة هي هندر يعوك او يمنع stability الاستقرار benefit from يستفيد من كريد المهد او منشأ بروباجاندا الدعاية ignorant ignorant الجاهل ignorance الجاهل nuclear nuclear weapons اصلحة نوية economy الاقتصاد desert reclamation استصلاح الصحراء face globalization العالمة climate changes تغيرات المناخية industrial صناعة industrial صناعي current events الاحداث الجارية hospitality كرم الضيافة justice العدالة patience الصبر birth rate معدل الموليد death rate معدل الوفيات يعني نسبتهم الدرسين ده في الاقتصاد ده زاد عدد الوفيات وعدد الموليد والكلام ده والزيادة السكانية وكده shortage نقص mass media وسائل الاعلام heritage التراث تراث مطر يعني الاثار والحضارة اللي عندنا والثقافة generation geel slogan شعار بتسوك الماس ما موت وشعار thanks to بفضل resist يقاوم resistant مقاوم resistance المقاومة rural ريفي urban مدني أو حضري private sector القطاع الخاص public sector القطاع العام unemployment البطالة عكسها employment التوظيف donation تبرع donation تبرع donator المتبرع contributions اسهمات الكلمة دي مهمة جدا وبتاخد الفعل make make contributions issue أو issue قضية قضية مصارة يعني قضية التلوث قضية مش عارف ايه وبتجيب بقى عنا ينشر برضو كفعل reform reform يصلح أو إصلاح security vacuum فراغ أمني rights الحقوق social justice العدالة الاجتماعية holy places الأماكن المقدسة isolate يعزل ما نعزل شخص عن مجموعة لأنه مريض مثلا isolation عزلة burdens اعباء budget ميزانية challenges تحديات وفي challenge برضو يتحدى كفعل influence الكلمة دي هناخدها في unit one كمان يؤثر وتأثير واخد نفسنا تانية crisis أجمع أزمة وطبعا ديه جمع غريب crisis جمع crisis طبعا I تحولت هنا لإيه لإيه وذير profit أرباح أو مكاسب loses خسائر هنا duties واجبات عندنا taxes اللي هي الضرائب هنا خلصنا أول جزء كلمنا عن النهاردة عن nouns will pronouns وخدنا عدد كلمات مهم جدا للترانسليشن أول كلمة عندنا كلمة لين يعني يستند أو يتكئ على حاجة swill up ينتفخ أو يتورم impact تأثير ولها معنى تاني برضو معنى يؤثر unique يعني فريد أو متميز endangered معرض للخضر limited محدود isolated منعزل trick يعني رحلة شاقة أو جولة شاقة exotic غريب أو رائع ecotourism السياحة البيئية السياحة الخاصة بأن أنت ما تلوزش البيئة spicy حر أو متابل crowded مزدحم materials المواد الخام sustainable يعني مستدام أو ملائم للبيئة conserve يحفظ أو يقي conservation الحفظ أو الوقاية conservationist المحافظ على البيئة بلوغ مدونة أو يدون جلاد يعني سعيد peaceful هادئ أو سلمي teenager مراهق awful 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 ضغيض أو كريه relaxing شيء مريح fascinating خلاب يعني شيء جميل أو فاتن environment البيئة encourage يشجع bite يعود develop ينمي أو يطور site موقع أسي أو موقع الإنترنت respect يحترم أو الاحترام provide يقدم أو يزود أو يوفر wild life الحياة البرية volunteer tier متطوع وعلى فكرة بتجي verb بمعنى يتطوع rain forest الغابات المطيرة والاستوائية destination مقصد أو جهة الصفر include ياشمن fortunately لحسن الحظ في كلمة عكسها بقى اللي هي unfortunately لسوق الحظ sites المعالم السياحية warn يحذر blood pressure لوضغط الدم long term طويل المدى أو طويل الأمد ودي بتعتبر حاجة اسمها صفة مركبة من كلمتين هم long term iron levels مستويات الحديد role model القدوة مين role model في حياتك القدوة desire يرغب أو رغبة أقعد احفظ كلمات قبل ما نبدأ في المنهج دي كلمات سنة أولى هي على فكرة وتعبيرات سنة أولى والإكسبريشن بتاع سنة أولى دي تقريبا ترمي الأول سنة أولى over the moon سعيد أو مصار I'm stuck يعني أنا مقبر على شيء loads of things كثير من الأشياء donate يا تبرع donation تبرع donor متبرع كنتم يدهلكم في الفيديو الأول في كلمات translation بريز يمدح أو المتح برضو على فكرة transplant زراعة الأعضاء generous كريم أو سخي intelligence الزكاء intelligent زكي support يؤيد أو يساند أو الدعم أو المساندة community مجتمع ability القدرة أضماير يعجب به score يسجل أهداف مثلا score go يسجل هدف inspire يلهم charity جمعية خيرية hometown مصقة رأس الإنسان يعني وطنه benefits فوائد well known الكيلة تنطق well known معروف أو مشهور famous يعني biology علم الأحياء biologist عالم biology transfusion نقل الدم found found يؤسس والماضي منها founded regular منتظم regularly بانتظام وده الـ guardian واصي أو حارس wild بري أو متوحش nickname اللقب recognize يتعرف على وممكن تكتب بالـ S برضو recognize organization منظمة برضو S أو Z reduce يخفض أو يقلل responsibility بالمسؤولية responsibility عندك responsible مسؤول responsible for بيضغط حرف الجر for life stock ليال إيه المواشية والحيونات biography السيرة الذاتية للإنسان go missing يفقد أو يضيع يفقد أو يضيع go missing track يتعقب أو مصار أو طريق hunt يصيد أو يصطاد attack يهاجم أو هجو hurt يؤذي أو يضر tribe قبيلة عندنا بعد كده كلمة merchant tager debt الدين إن أنت تبقى debt يعني مديون الفيديو لا تنطق prison في monitor يرصد أو يراكب prison sign character شخصية الرست يقبض على thiefless أو حرام يعني summary ملخص miserable تعيس أو بائس storyteller راول قصة أو اللي بيحكي لنا قصة عندك كلمة plump plump دي معناها إيه بقى plump 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 دي اسمين جسمه كبير يقولك إيه بقابوزة يعني بقابوزة تخين شوية بقابوزة بقابوزة bargla list وعندك barglary السطو على المنازل بالذات يعني barglary barglary steal يسرق rub يسرق بس عادة steal يجي بعدها الحاجة اللي ترقيت neither stole my money لكن rub يجي بعدها الشخص وof وبعدها الحاجة اللي تسرقت they rubed me of my money they rubed my father they rubed my father of his car they rubed the bank يجي بعدها rub يجي بعدها المكان اللي تسرق أو الشخص وبعدها of وبعدها الحاجة اللي تسرقت من لكن steal بعدها الشيء اللي تسرق على طول stole my money stole my car rub اللي تسرق بالعنفة أو بالإكراه crime جريمة criminal مجرم وكلمة crime اهي دي تاخد do do crime يعني يعمل ايه جريمة criminal مجرم improve يحسن improvement تحسين character شخصية introduce وقدم opportunity فرصة عندنا اكسبرت خبير admit يعترف entertain يسلي childhood مرحلة الطفولة pocket الجيب لوء القانون reward يكافئ أو مكافئ على فكرة مكافئة describe يصف أضال تبالغ أو راشد voluntary تطوعي عندي volunteer متطوع أو يتطوع association رابطة أو مؤسسة trick يخدع أو خدعة وفيه تعبير اسمه play a trick on يقوم بخدعة على حد play a trick on يعني كلمة on مش عايزة تتكتب culture ثقافة orphan يتيم trust ethic وبرضو معناها ثقة successful ناجح عكس unsuccessful experience الخبرة أو التجربة solve يحل مشكلة support يدعم أو يؤيد أو يساند for granted يعني شيء مسلم بيه friendship بالصداقة conservation conversation مش conservation conversation اللي هي ايه محادسة personal شخصي notes board لوح إعلانات team mate فريق أو عضو في الفريق يعني connect يتصل أو يوصل حاكتين connection اتصال pull wing التنمر أو البلطجة pull متنمر أو بلطجي أو يتنمر عن الناس inform يخبر tips نصائح stress خلي بالك معناة التوتر stressed متوتر وفي كلمة اسمها stressful دي موتر أو باعث على التوتر pronounce ينطق part goes paper الورق personal قلنا شخصي personality شخصية communication التواصل teenager مراهق teenager rock ساك حقيبة scary مخيف أو مفزع guest مضيف host شو عرض أو يعرض طبعا nasty كريح أو قبيح أو مؤذي debate مناظرة وبتجي برضو بمعنى يناظر social media وسائل التواصل الاجتماعي favorite مفضل relax يا استرخي relax relax أو يمتلك scared مش خايف بس خايف جدا يعني مرعوب scared وتاخد scared off مرعوب من fortunately لحسن الحظ عكسى unfortunately cheat يغش أو غشاش cheat continue يستمر break راحة أو يكثر write حق أو صواب belong to ينتمي إلى أو يخص pros and cons قلنا دي معناها مميزات وعيوب feel better يتحسن smart phone الهواتف الزكية وكده الهاتف الزكي app application تطبيق يعني hack يخترق security الأمن نفسه في بعد كده عندنا كلمات تانية هية الخير كتير phishing اللي قد خداع scam احتيال عندك malware الفيروس اللي هو الخاص بقى بيسموها البرجميات الخبيثة الفيروسات اللي بتبع موجودة على النيتو الحاجات دي cyber polling التنمر الإلكتروني internet الانترنت download ينزل حاجة download from يتقض حرف الجر from ينزل حاجة من على الانترنت upload حاجة تو يعني ترفحها على الانترنت communicate يتواصل communication لاتصال technology connect to link يربط أو رابط satellite navigation الملاحة الجوية satellite navigation click يضغط post يرسل poster عروفة poster ملصق comment يعلق أو تعليق safety الأمان flexible تبقى marine driverless بلا قائد دلوقات العربيات ممكن نعرض سوء نفسها يبقى بدل سائق advert اللي هي إعلان details التفاصيل software البرامج اللي هي software على الكمبيوتر password كلمة سر creative كلمة دي مهمة مبدع world wide عالمي network شبكة major رئيسي أو أساسي electric كهربائي personal شخصي antivirus حاجة ضد الفيروسات credit card كارت ائتمان look يغلق يغلق بإفل أو يقفل أو الإفل نفسه الكلمة دي neighbor guard dangerous أختار device جهاز أو أداة social اجتماعي media مسائل الإعلام business عمل literature الأدب القصصي point قصيدة poetry الشعر وقلنا دي اسم لا يعد point شاعر verse بيت شاعر rhyme القفية بتاعت الشعر rhythm اللي هي التفعيلة اللي بتبقى مبوضة الأوزان الشعرية rhyme و rhythm author مؤلف biographie السيرة الزاتية هي التبني بقى اللي هو الأش وبيتطحن كده يبقى تبني للحيوانات blot يتأمر و blot يعني قطعة أرض و blot يعني مؤامرة اكتب المعاني دي كلها line bit share line يعني sater line يعني خط dj يحفر novel رواية grizel حصوة أو حصا عندك paro عربة بعجلة واحدة current row صفن من العنب اللي هو بيسموه مش عارف النبات اسمه الكاش مش حاجة زي الزبيب كده current الزبيب أهوت لسه بنقولها suppose يعتقد أو يفترض بليه يلعب وبليه الهزلية فيفر معروف أو جميل فيفر بتاخد دو قللك كان يدو ميئة فيفر ما تعملش فيها جميل كدناب يخطف يخطف إنسان respond يستجيب هو بيقفز على رجل واحد candle شامعة patient بتيجيب معنا الشخص المريض وبتيجيب صفا بمعنا الصبور activities أنشطة في كلمات برضو للقصة اللي كانت في السنة أولى crash عكاز pirates سكر الكلمات كلها مفيدة ما فيش حاجة اسمها دي كلمات لسنة أولى مش هنحفظها كنز فروتفول مثمر إن فندق صغير سيلة بحار بايرت كورصان برميل مأمور أو محقق عندنا مفتاح لحل لغس جانج عصابة متيوني ميوتيني اللي هو العصيان أو التمرد ديرتو يجرؤ على عمل شيء كلف منحضر صخري جراب يشد أو ينزع أو يمسك بشدة sword سيف أو يدين لي أنا مدين لي نادر بعشرة جنيه يعني أنا واخد منه عشرة جنيه يدين لي جن مسدس فير عادل blind أعمى scar ندبة أو أثر جرح علامة في الوش kine عملة معدنية lawyer اللي هو المحام في عندنا بقى اللي هي الإكسبريشنز والإيديمز واللات حروف الجرر عندك دي find out about popular with محبوب من famous for benefit from protect from يحمي من escape from كل ده متقرر تاني في سنة تانية أو في تالت provide شخصي وز حاجة أنا بأزودك بحاجة الحكومة provide us with jobs بالوظائف في provide حاجة for حد provide jobs for young people للشباب close to be made into يتحول إلى look after يعتني بي look for يبحث عن based on قائم على وفي based in مقره في كذا يعني مكانه كذا take part in يشارك في interested in مهتم بي impact تأثير على result in يؤدي إلى بتسوي لي to am at أو am to معنى هيهدف إلى وبعدها مصدر to grow up يكبر في السن be for يدفع ثمان سلعة expert بقى خبير in أو on أو at reason for سبب لي because of سبب لي برضو هنا of وهنا for الكلمتين دونه هنأخدهم في unit one في سنة تالتة سنة grow up يكبر run away يهرب on my own لسه إلينا في شرح pronounce of my own بقى يعني حاجة ملكي good for مفيد لي أو صالح لي good at جيد في good to ماشي عطوف على instead of بدلا من cruel to قاسي على break into عندك يقتحم لغرض السرقة talk to يتحدث مع حد talk about يتحدث عن go out with يخرج مع حد download زي ما قلت لك ينزل حاجة from the internet upload يرفحها على الانترنت يبقى upload to blame for يلوم شخص على حاجة يلوم على حد نادر blame for coming late decide to يقرر وبعدها مصدر خلي بالك decide ان معناه يختار وبعدها ناوم ورد أباوت قلق على كيرفل أباوت حريص على اوعد ملي من البكات يعني ده شيء مسلم يعني ان الفلوس مهمة ده حاجة مسلم بيها يلزم من الطريق المخصص للسير natural materials مواد خام be admired for يعجب ناس تعجب بمحل إعجاب لحد بشكل كذا carry out a research يكون ببحث do a research برضو و conduct a research make friends make sure يتأكد make suggestion يقدم اقتراح خلي بالك make commit a crime يرتكب قريمة أو do a crime have a desire to لديه الرغبة do damage أو cause damage يسبب تلف in a friendly way بطريقة ودية historic buildings مباني تاريخية from all over the world من جميع دول العالم healthy problems مشاكل صحية get better يتعافى أو يتحسن free time وقت الفراغ take photos يلتكت صور get into debt يقع في الدين get lost يدل الطريق أو يتوه do some voluntary work يكون بعمل تطورية do wrong do something wrong لكن make mistakes خلي بالك يرتكب أخطاء go wrong يتعطل في حاجة went wrong في العربية fall asleep tired looking الكلمة دي صفة مركبة من tired و looking يعني يبدو مجهدا disabled children الأطفال المعاقين internet of things اللي هي IOT اللي هو الانترنت اللي داخل دلوقتي في كل حاجة حتى في تشغيل التكيفات وتشغيل التلاجات وتشغيل مش عارفية كل حاجة بقى فيها internet personal affairs الشؤون شخصية give an opinion يعطي رأيه do sports you add رياضة ويمارس رياضة ask for advice يعطلو طاقة cause problems يسبب مشاكل personal details تفاصيل شخصية social media مسائل التواصل الاجتماعي ancient temples معابد قديمة أو فرعونية قديمة يعني flexible smart phone الهاتف الزكي المرين flexible antivirus software الفيروسات والإيه والحاجات اللي بنزلها للantivirus synonym والantinym دي معاك في تانية أو تالتة وإحفاظ بكاب unique فريد أو متميز exceptional مرادف normal أو ordinary حاجة عادية tired exhausted بس exhausted أقوى في المعنى شوي منهك active lively fresh ده العكس يعني active نشيط sustainable مستمر أو مستدام continual وcontinuous temporary مؤقت scary مخيف frightening مخيف terrifying مرعب أو مخيف normal أو calming اللي بتنضيق calming هذه safe آمن secure آمن insecure غير آمن و risky فيهم وخطرة remote بعيد far away بعيد برضو near و close و ريب relaxing comfortable مريح noisy صاخب أو في ضوضاء reduce يقلل decrease يتناقص increase يزود plumb قلنا ممتلئ بقبوزة choppy يعني جسم ممتلئ برضو thinner fire personal شخصي عكساء بتسوي private أو individual حاجة شخصية public و common يعني حاجة للناس أو عام ما لكل near near قريب close في far و far away بعيد natural normal أو ordinary abnormal غير طبيعي missing مفقود gone missing يعني أو gone و absent في present و found موجود أو حالي miserable بأس unhappy أو sad cheerful و happy سعيد major رئيسي mean رئيسي minor minor قليل يعني أو حاجة مش أساسية lucky محزوز fortunate محزوز unlucky غير محزوز long term طويل المدى lasting short term قصير المدى look يغلق close شط بس look يغلق بإفل detach و separate يفصل limited محدود أو محدد restricted مقيد أو محدد unrestricted غير مقيد isolated معزول remote بعيد close أو near illegal غير قانوني unlawful غير قانوني legal قانوني و lawful قانوني horrible فضيع unpleasant غير محبوب أو كريه يعني attractive جذاب honest لا تنطق honest أمين trustful أمين dishonest غير أمين hate يكره dislike يكره love يحب hard سوطف شاقة أو عنيف soft و delicate يعني حاجة طرية كده ونعمة soft يعني giant عملاك massive huge ودي الصفات قوية في tiny صغير الحجم و small برضو صغير generous كريم open handed مفتوحة يعني بيعطي بسخاء ميزر باقس مين بخيل وميزر برضو يعني بخيل يعني نسنع عنده البقس والبخر فيوريس شديد الغضب ودي معناه very angry يعني دي صفة قوية فيوريس دي calm هادئ اللي ما تتنطقش و quiet هادئ funny مضحك comical homerious فيه فن كده وسعادة وبهجة serious good free مجاني يعني without charge أو costless بلا تكلفة costly مكلف fortunately لحسن الحظ luckily لحسن الحظ unfortunately لسوء الحظ famous مشهور well known دي نقصة well known معروف أو مشهور وفيه عندنا unknown غير معروف this advantage عيوب في demerits و cons عكسائي بقى advantage مميزات pros مميزات merits مميزات ها عندنا develop يتطور أو ينمي advance و flourish في decline يتدهور و decrease يتناقص culture الثقافة sophistication التقدم والثقافة برضو ignorance الجه cool رائع أو جميل neat منصق أو جميل bad و uncool عندك control يتحكم administer و govern برضو يتحكم أو يحكم neglect يهمل و جيباب يتخلى عن connection صلة أو اتصال contact وفي disconnect و عدم متصل 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 و متصل و غير متصل بزي مزدحم أو مجغول و في فاضي بورنج ممل في ضل ممل في مثير أو جميل benefits في confession و في deny ينكر كلمة دي على فكرة بتتبع بverb بلاسة نجي ما هو عايز تضيف هذه المعلوم دي حصيلية كلمات زي ما انت شايف هو خدناها في سنة ولا سنة وفي الترمي الأول و هنزلك فيديو تاني على فكرة برضو هن لسه ما خلصناش لكلمات الترمي التاني وفي كلمات سنة تانية ترمي اول وترمي تاني اوع تسيب كلمة من ده عشان تخش على سنة تالت عندك حصيل كلمات تريحك في كل اللي جاي وهتلاقي كلمات في يونيتس اللي مابد في تالت سنوي متقرر اصلا انت اخدتها قبل كده عشان يبقى الحمل خفيف عليك وانت بتذاكر الفكاد رح بقى حفظ الكلمات دي وانت حفظ المفروض وانحل بقى تقريبا خمسين جملة دول رح تذكر هم وتعال بقى صحح معي بعد يلا روح روحت تعال يلا وي احنا بنعمل ايه لصحابنا المدرسنا الكويسين يعني عشان نلعو زمائك في كل مكان احنا بنعمل بقى بسس اونر او اون اون يملك هي او يعني او دي يا دين لي الكلمة دي لما تكون مدين لحد بحاجة ومشترط مدين بفلوس اي او اي بيرانس قالت انا مدين لوالدي والدتي بالكثير لكن اونر يكرم وبسس يمتلك فاحنا بنادين لمدرسينا بالكتير بلد ايه بلجر لجر تريجر بريشر بلجر يعني سعاد لجر وقت الفراغ تريجر هو بلد بريشر اللي هو ضغط الدم ضغط الدم ده من اشهر او من اكثر شيوعا امراض حالي ثيف زا سيف يعني او ده ثيف عمليه في شنطة الست وجري يعني يكتسب هي خد واحد يقول لي طب ما هي روبد ما تنفع روبد يا مستر سرق شنطة الست ومش روب يجي بعضها المكان لكن لو ستيل يبقى معناها يصر ممكن تبقى هي لكن هي يبقى مش روبد هي مسك وجري في رأيك ازاي البلد الدولة او البلد تستفيد من يبقى معروفة انها تاخد حرف يستفيد من يا سلام الكلمة تتفكر كتير والله معنا ودي من اللي دايما بتجي في الامتحان يعني الاديام حتى السنة اللي فاتت في سنة تالت السنة اللي فاتت جاب ومش موجود في المنهج اللي هو خارج الصندوق نفكر خارج الصندوق التعبيرات الاديام ممكن تجي لك اي تعبير يعني يعني سعيد جدا ومده لك اصلا في سنة تانية لو تفتكر الوالدين بيلعبوا دور مهم جدا في تشكيل شخصية الاطفال فين كلمة رول هنا اللي هي بمعناها دور رول دي معناها يحكم في رول يتضحرق وفي رولر استوان يقول لك الرول وفي رول يحكم وفي رول دي برضو معناها ايه قاعدة او قانون وفي رولر قائد ورولر برضو معناها مصطرة اكتب الكلام ده كل ده اللي بيعملوا ايه في القانون لازم يتعاقبوا بريك ولا فول ولا ميك ولا دو الناس اللي هتطبع القانون مانا ممكن نقول فول هيتعاقبوا ولا لا يحترموا كده ويقدروا هي بريك زلو وده تعبير على بعض كده معناها يخالف القوانين وإيه ماتشو اوار جريت ساينتست احنا بنا دين بالكثير لإيه لعلماء العظماء اون يملك دي بنت يعتمد دي ناي ينكر احنا بنا دين لإيه لعلماء بالكثير او دي يا دين ليه عنده مشكلة مالية رجل عنده مشكلة مالية باور بان بين ألم دت الدين واع في الديون يعني استدان مفيش حد بيجي واع في الديون دستعار تشارلز ديكنز وده كاتب انجلليزي مشهور جدا كباتي بالكصة بتاعتك السنة دي لها جريت اكسبيكتيشان كان بيكتب عن الأسر الفقيرة دايما كلمة ايجر يعني شغوف او متحمس وتاخد حرف الجر تو خلي بالك واجاب هنا ان وبعضاء ان جي هو لازمك بها كلمة لها الحوار ده متحمس خلي بالك اكتب ده كل وتاخد حرف الجر لازم قديك جملة لحلها معك لازم افهمك الجملة بتختار ليه اجابة بناء علي يبقى متحمس وده تاخد حرف الجر وان فعلا اهي مهتم ان يبقى انا بناء على كن هختار ايه بقى على قصد بعض ايجابة كن متحمس لي اكتب ده بقى هي ايه ايه يرفض يد ولاده فلوس حتى المتطلبات الاساسية ورجل حكيم رجل كريم وين ارفائز ولا ميزة اللي هو ايه بقى بخي البحر 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 دايما مش هنقول شير شير يعني حص او نصيب او يشارك بنك دي لضفة النهر او البحيرة مثلا او زا ريفر وزا بنك او زا لك هنا بحيرة بنك دي ضفة زا بنك سوف زا نايل اللي هو الكورنيش ضفتين النهر النيل دبث العنق يبقى هي شو شاطئ البحر كم عدد المخادعة معروف اسكور يسجل يسجل اهداف الغرداء دي توصفها ايه دي سيد في المخادعة منفعل بس في مثير الصفة دايما لاخير اين جي بتصف المتسبب لو انا فريتننج يبقى مخيف لو انا بورنج يبقى مميل انا المتسبب لك في الشعور ده لو انا فريتن دلوا عليها الخوف يبقى انا اللي خايف بورد يبقى انا الملان اكسايتد منفعل مدينة منفعلة ازاي لو اكسايتنج كتماشي مدينة جميلة بسفل هادئة وسلمية طيرنج متعبة طبعا جابة بسفل مدينة جميلة الاطفال على سلوكهم الكويس احنا عايزين نقولها نمدحهم او نوسني عليهم يبقى بريست انا تعبان لان شغل النهاردة كان بين ايه بقى شغل كان النهاردة عامل ايه عشان كده انا كنت متعب يبقى مجهد خلايا الجسم بتنمو بشكل غير متحكم فيه وبتنتشر مرض السكر كنسر السرطان كاف الكح او يكح هدك الصداع والعياذ بالله مرض السرطان هو للخلايا بتنتج وبتزديد بالشكل غير مسيطر عليه بنا يقيكم ويقينا شر الامراض اي هاد نو فرينز نعنديش اصدقاء ان مي نيو سكو سو اي فلت ريلي فر زفير سماث او الوحيد او فقط لون يشعر بالوحدة والانعزال الون لوحده ساد لحزين شعرت ان انا حزين هي لونلي لونلي يعني يشعر بالوحدة والوحشة والعزلة كلمة لون يعني الوحدي بروح المدرسة الوحدي مش شرط ان انا بشعر بالوحدة لكن لونلي بيطدي شعور بالوحشة والغربة والانعزال صعب ان انت تكون صدقات خلي بالك التعبير ده كتبه مكتوب في الاد يمز فوق ميك فريند سيكون صدقات بتتحكم سرعة السفينة الشراع اسمه سيل دي معناها يبحر ومعناها شراع والسيل دي يعني خلي وسيل دي عجل البحر سيل وفي سيل للمبيعات وكده ما اقول لك الحاجة دي فور سيل للبيع ما تقولش الحد على معلوماتك الشخصية فين الشخصية هن هي شخصي مختلف مختلف نفس دي اللي بيسموه هيئة العاملين موظفين وكده شوف الفرق كلمات كلمة سيرفي الاستطلاع دي بتاخد او دو اسيرفي يجري استطلاع او بحس حاجة مش كويسة حتى لهم مختلفين عنك يبقى بوضي يتنمر ما تتنمرش عن ناس بدون حرف قر بتواصل معاصحابي سواء بالتيليفونات او بالأيميلات كميوت يعني يسافر يوميا كونيكت يوصل كميونيكت يتواصل كونتاكت يتصل هنا مش اقول كوميونيكت ماي فرنز لو قلت كوميونيكت ويذ ماي فرنز عايЗ حرف اجر ويذ هنا عشان اقول كوميونيكت ويذ هي كونتاكت يتصل لو قات كلمة كونتاكت بمعنى يتصل بدون حرف جر أحمد شوقي أحمد شوقي معروف أنه شاعر فين كلمة شاعر هنا؟ تدرسوا السنة دي في مدرسة اسمها مدرسة الكلاسيكية للشعر العربي اللي هي بعد مدرسة محمود سامي البرودي اللي هو مدرسة الإحياء والبعث موستوف نجيب محفوظ نوفلز معظم قصص نجيب محفوظ وير حولت لأفلام which reflected بتعكس the moral lesson of these novels where made into حولت my friend suggests الفعل يصجست دايما خدناها قبل كده يدبع باين يجي دايما the my dear holiday in luxury يبقى suggestive spending ونقضو في ندفور السنة دي الفعل يصجست دا she has been feeling very easy since she started her new job هي قد دايما نحس بإيه منذ بدأت وظيفتها stressing ولا stressed ولا stress ولا stressful الفرق من الكلمات دي stress التوتر نفسه في stressed و stressful stressed متوتر stressful باعث على التوتر أو مسبب للتوتر stressful job طب وظيفة موترة stressful life stressful life السنة اللي انت فيها دي stressful year سنة موترة ليك فانت هتبقى متوتر فيها stressed يبقى هو كان حاسس ان هو ايه بقى شاسبين feeling very stressed كتحس انها متوترة young people always love doing work ناس الشباب دايما بيحب يعملوا العمل التطوعي فين كلمة متطوعي هنا volunteer يتطوع او متطوع عشان كده بقولك لازمة ندرس اجزاء الكلام بارتسو في سبيتش اللي احنا بدأنا بالاسماء وبالنون وهناخد الصفات والايه والادفرب volunteer يتطوع او متطوع volunteer ده الادفرب بشكل متطوع volunteering التطوع نفسه هي volunteer ودي الصفة معناها عمل تطوعي my brothers and I اخواتي وانا عند ايه our success to the efforts of our parents احنا بنادين بالنجاح لمجهود والدينا own yamluk belongji ينتمي او يخص lint يسلف ويقرد والماضي منها lint وفيه برو اكتب معناها يستلف والماضي منها برد يستلف استلفنا لكن lint يقرد او يسلف والماضي منها lint يبقى احنا بنادين اللي نجحنا بنجحنا الوالدين she looked miserable هي بان عليها البؤس when her husband died the antonym of miserable عكس كلمة miserable is a ايه cheerful مرح unhappy حزين the breast مكتئب جلاد سعيد miserable بائس يبقى عكسها سعيد سعيد لكن خلي بالك كلمة تشرفه المرح مرح يعني هو اللي بيسبب لك المرح Egypt is famous for مصر مشهورة بيه خلي بالك من التعبير ده famous for مشهور بيه sightseeing يبقى المشاهد التاريخية او الاثاري التاريخية unknown غير معروفة ولا wild متوحشة او برية ولا اجلي قبيح ولا unique كلمة unique دي معناها فريد او متنيس can make a lot of trouble as disturbance اللي بيسبب لي توطر بقى او بيسبب لي ازعاج للبيئة positions popularity popularity الشعبية ولا growth النمو ولا pollution التلوث التلوث طبعا whatever you commit you will be followed مهما تكون الجريمة اللي انت ارتكبتها يبقى انا عايز ناون يبقى whatever crime you commit criminal يعني مجرم بس كريم يصرخ او صرخه وكراوين يعني good people never or till eyes ناس الشطرة والا الكويس عمره ما بتعمل ايه ولا بتقذب they are respected characters شخصيات محترمة يبقى مش behavior يتصرف ولا بيت يهزم ولا وير، يرتده يتشيت يغش cheat cheat he logged when his father died last month pleased كان سعيد لما والده توفى صعب أو قاسي أوردي مكافئة أو يكافئ ولا مزرابل دائس بعض الشباب مدمن لمواقع التواصل يبقى ادكتتتو خلي بالك من التعبير ده ادكتتتو وفي ادكتشن الإدمان رامي ألولو في كسبيريانس ويلهي وزا برود يعني خبرة ودي اسم معناوي تأخذ كلمة يكتسب دائما كلمة يكتسب يكتسب يزداد في الوزن يكتسب شهرة يكتسب خبرة هكتب لك يزداد في الوزن بكلمة بتاخد كده يجي بعدها الحاجة اللي احنا بنكسبها يفوز بجائزة وفي بيت يهزم على فكرة ويجي بعدها الفريق المهزوم الاهلي بيت زمالك نادر بيت مي هزمني وفي عندنا ايرني يكتسب تيجي مع كلمة اسمها ماني ايرني ماني او ايرناليفينج يكتسب نقود او يكتسب قوته وميد هي طبعا جيني يكتسب خبرات انت كويس انت كويس انت كويس طيق نايبال يعني شاحب انت مالك شكلك شاحب كده انت كويس يا ابني وشك مسفر كده ليه مش بول ولا بينفول ولا بول هز كونتينوس كونتينوس يعني مستمر بيتلهمني في كلمة اسمها انسبايا يلهم هناخدها على فكرة فيونة السنة دي انسبايا وفيه انسبريشن الالهام انسبايا خدها من دلوقتي انسبريشن الالهام او الوحي انسبريشن انسبايا يلهم دايما بيلهمني ان انا اشتغل بجد وكده ايه بقى المستمر الدائم اللي بيلهمني ان انا استمر ده يبقى صبور تدعم او مسندة مش صوره يعني حزن وسين مشهد او منظر صبلاي يعني امداد او يوفر او يزود من الضروري ان انت تشتغل بجده لا ترجع فشلك على حظك السيء لا ترجع فشلك يعني يعتمد على فوكس او يركز على اكيوز يتهم وتأخذ حرف الجر of اكيوز او يتهم بيه هي بليم في بليم فور لما لومك على حاجة نادر بليم ديمي فور كامنجليت لكن بليم حاجة او يعني يرجع السبب الى يعني اقولك البادستودينس دايما بليم زير فييلرز بيرجعوا الفشل بتاعهم والخيابات بتاعيتهم على مدرسينهم يعني يضع السبب الفشل على الحظ يعني يرجع السبب النكسة بتاعته خبته على حظه الريف دايما مأهول بالفلاحين والأسرهم بلوتد يعني ملوث لكن هي مأهول مأهول بالسكان مش انفكتد مأهول أو مسكون أنا شكرت صحبي او صديقي اللي المجميل they have a for me اللي هو عمله معايا done got made taken دو وداز ودد ودن دو افيفر يعني يعمل جميل او معروف I was asked أنا طلب مني مناظرة في التلفزيون انزانيولو ع القانون الجديد تيك ايه في عندنا تيك بارت و تيك اوف و تيك كير و تيك بليس تيك بليس يعني يحدث تيك كير يعني يحترس و لك تيك كير خلي بالك تيك اوف توك لع الطائرة زابلين توك اوف سيفلي وفي توك اوف يخلع ملابس I took off my jacket تيك بارت يشارك فيه وتيك بارت بتساوي بار تي سي بيت اقعد كل شوية اقولك اكتب كل كلمة اقولها بارت سي بيت وتاخد حرف جر ان في تيك بارت ان وفي بارت سي بيت ان وفي شير ان يشارك فيه انترناشنال كونفرنس المؤتمر الدولي امزي تو بيهدف نواياك جمع الناس اللي هما من مختلف الثقافات أورجنز ولا شخصيات أورجنز يعني اعضاء ثقافات شوف انا من غير ما بص الجملة قلت لك الثقافات مختلفة اخيرا وصلت جهة السفر بتاع تساعتين متاخرين مصير مسافة جهة السفر اللي هو ما السكان او المقيمين في مكان يبقى اخيرا وصلت فعارف الفيلم اللي هو فاينال ديستنيشن يعني الطماع تجار الطماعين اللي جالي بيعملوا فلوس بشكل غير قانوني دي فيت يهزم او هزيمة دو مور ماني هزاي دو مور ماني بتعمل دو ماني لأ طبعا بيت لأ طبعا لسا كدبها لكم من شوية ايرن ماني و ايرن الهينج شوفت الكلمات ايرن وهتفتكر كل كلمة قلتها في الكورس ده وذاكرتها واهميتها قدام واحنا في اليونتس واحنا بنخود في التعابلات دي ايرن ماني والكلام ده اللي هنقوله تاني ووين اجيم ووين ابرايز ووين زماتش وجين يكتسب جين اكسيباريانس وجين فيم وجين كونفيدنس يكتسب ثقة اكتب لك كلمة ثقة هاي كونفيدنس دي تاخد جين برضو يكتسب لكن ايرن ماني اهي وممكن ميك ماني كمان اللاعب الشاب ده is a for his talent موهبته and the good morals is refused is hated is admired يعجب به ولا ابرد يظهر طبعا مش ابرد ولا هنكره الراجل على موهبته واحترامه ولا نرفضه as a young player is admired يعجب الناس بتعجب به خلي بالك الجملة دي باسف is admired most professional footballers معظم اللعيبة المحترفين a lot of money gain شوف لسه ايرين الفرق بين gain و air beat يهزم overcome يتغلب عليه ولا air يكتسبوا a lot of money success in life is based قائم على a hard work وانا متعمد اجيب لك الجملة دي رقم خمسين عشان تعرف ان اللي بيتحبه ولا ربنا بكرمه دايما النجاح في الحياة بيعتمد على العمل الجد التصميم والعزيمة والارادة يبقى based on خلصنا الفيديو التاني هو في الكورس تاني يبقى اكد تاني وثالث ورابع استثمر الوقت اللي انت فيه ده عشان تقوي الدنيا شوية وتدخل سنة ثلثة مستريح في بداية منهجك شوفكم على خير تسيبش اي كلمة ولا حرف جر قلنا اكتب كل كلمة اصبر ان شاء الله ربنا هيكرمك ابدأ صحة عشان النهاية تبقى صحة بإذن الله السلام عليكم